بسم الله الرحمن الرحيم عزائي المشاهدين مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير حلقة يوم الاثنين زي ما حضراتكم عارفين بيكون ضيوفنا فيها النجم الكبير كابتن محمد حشيش والأستاذ أصام شالتوت والأستاذ محمد أبو علي والأستاذ أيمن جيلبرتو نقاش مهم جداً عن إنجازات النادي الأهلي هذا الموسم الاستثنائي الحقيقة وكمان أيضاً هنتكلم عن منتخب مصر وبداية رحلة البحث عن كأس أمم إفريقيا وكالعادة اختيارات فيتوريا لقائمة المنتخب مبارح تكلمت مع حضراتكم عن معنى كلمة هجوس وقلت لحضراتكم يعني إيه هذه الكلمة وبكلم بمنتهى الصراحة بصراحة أنا سعيد جداً جداً بردود الأفعال على فكرة حقيقة صد أولاً لأنه من خلال هذا أو من هذه من خلال هذه الفقرة بنكشف لحضراتكم كل الحقائق وهذه الفقرة بترد على أي شخص يحاول أن ينال من الأهلي أو لاعبيه أو مجلس إدارته وزي ما قلت لحضراتكم دائماً هيكون هذا البرنامج وهذه الفقرة تحديدة هي الحقصد القوي لكل الأسماء أو لكل الكينات اللي أنا اتكلمت عنها سواء لعبين أو جهاز فني في كل الألعاب المناسبة وليس في كرة القدم فقط مبارح ناس كتيرة قوي يكلمتني وقالت لي أنت كنت تقصد مين ما قالوا ليش كنت تقصد مين قالوا لي إحنا عارفين أنت كنت بتقولي وتقصد مين وقالوا لي الأسماء يعني أنا الحقيقة ما كنتش أقصد حتى أنا كنت تقصد أقول أنه ماذا تعني هذه الكلمة في اللغة العمية المصرية ليه أنا بقول الكلمة دي عشان فيه بعض 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 البرامج بيطلعوا ناس هذه الكلمة ومعناها الحرفي والحقيقي الدقيق اللي من المعجم عليهم بالزبط مش على حد واحد ولا لا 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 ده هم أربعة خمسة معروفين هنتكلم عن جزء منهم النهاردة في الفقرة بتاعتنا حقيقة صد ولكن أنا بتكلم دايما بشكل عام عشان كده لما قلت يعني ماذا تعني كلمة هجاص الناس كلها شاورتلي على واحد واثنين وتلاتة رقم واحد كلنا عارفينه رقم اثنين يعني تمانين سبعين تمانين في المئة بس رقم تلاتة ستين سبعين في المئة بس اللي عارفينه ولكن رقم واحد كله إجماع هجاص يعني إجماع هجاص أول ما تقول هجاص الإجماع على فلان معروف فعشان كده أنا بقول لحضراتكم أنه أنا ما بتكلمش على حد أنا بتكلم بشكل عام بشكل عام خلينا نطلع نشوف فقرتنا الأولى فقرة حقيقة صد الحقيقة أنا فيه موضوع اتكلمت فيه قبل كده وحتكلم فيه تاني وثالث ورابع وعشر اللي هو الترند على حساب الأهلي أو اسم النادي الأهلي بعض اللاعبين السابقين عايزين يعملوا ترند بتلاقيهم معروف عندما تتكلم وكل شوية بقول هذه الكلمة عندما تتكلم عن النادي الأهلي الناس كلها بتبصلك يعني شوف الفيديوهات اللي بتكلم فيها عن نادي الأهلي والفيديوهات اللي بتكلم عليها فلان ده عن نادي آخر عن نادي ثالث هتلاقي فيديوهات نادي الأهلي عشرين ضعف الفيديوهات التانية فالناس دي أو اللاعبين السابقين ما بيدعبوش في الأهلي طبعا اللاعبين السابقين دول تحديدا تلاقيهم يتكلموا عن الأهلي بإثارة عشان يتشافوا فيكونوا ترند هم عايزين كده رغم أنهم بيتهجموا مثلا من كل جمهور النادي الأهلي لأنهم عارفين أنهم بيقولوا كلام كدب على رغم من ده أصبح أمر غريب أنك تقول غير الحقيقة عشان الناس تهجمك وتبقى مبسوط يعني هطلع أقول أنه النادي الأهلي بيلبس أي لون غير الأحمر طب ما الناس هتقولك يا ابني أنت الكلام ده ما ينفعش تقوله على الهو لأنه الناس كلها تعلم أنه النادي الأهلي بيلبس الأحمر بيقولك لا أنا مصاب من أنت فالناس هتخش بقى تهجمك على الكلام اللي أنت بتقوله فتبقى أنت مبسوط وسعيد أن أنت عملت ترند على حساب المين على حساب النادي الأهلي فمثلا خليني أخذها بمثال لعب سابق كان في أحد الأوقات يعني في نادي منافس وعرض نفسه على النادي الأهلي ووقع بالفعل أيام كابتن حسام البدري كابتن حسام البدري كان مديرا فنية لنادي الأهلي حضراتكم عرفيه التوقيت في وقتها يعني فوقع وعرض نفسه على النادي الأهلي ووقع ساعتها اتقال بعد كده أنه ناحية الفنية مش محتاجين ويبقى خلاص تفضل حضرتك هدي العقد بتاعك وربنا يوفقك في أي مكان أخ ده اللي حصله بكل احترام لكن طبعا طبعا اللعب ده إزاي الأهلي يرفضني؟ إزاي؟ مع أن النادي الأهلي شاف إنه لا يصلح تواجده لأنه من الناحية الفنية مش عايزينه وممكن فيه ناس أفضل منه من وجهة نظر الموديل الفني في الوقت ده هو ده اللي بيمشي أنتوا عارفين النادي الأهلي من وقت هذا التوقيت حتى الآن هو بيهاجم النادي الأهلي رغم إنه الأهلي ادى العقود وقال له تفضل ومشي معرفش الحقيقة راح نادي تاني معرفش مش فاكل ولكن تفضل حضرتك وشكرا وبرضه لعب لبعض الأندية الدرجة التانية يعني الناسة ما حدش يعرف عنه حاج فعشان يفكر الناس بي أم عامل إيه؟ فتح أكاديمية وجايب نجوم الكورة عشان الناس تعرفوا إنه كان بيلعب مع المجموعة دي يعني لأنهم ليس له تاريخ أنا بتكلم أنا ما بغلطش أنا بتكلم بجد كل ما يطلع كمحلل المفروض المفروض إنه هو في قناة عامة تلاقيه متبني وجهة نظر ضد النادي الأهلي ومجملة لأي فريق آخر أصولك إيه؟ أصل الحكم لو أهلاوي ما ينفعش ينزل الملعب جامل الأهلي عشان يضمن يعني كرسي على القهوة جنب جماهير النادي الأهلي يا جماعة أين اتحاد كرة القدم من هذه الاتهامات؟ وأين لجنة الحكام؟ أنت فين يا كابتن فاروق؟ كابتن محمد فاروق واحد من الناس المحترم على حقيقة حضرتك يا كابتن فاروق نائب رئيس لجنة الحكام طبعاً ده فيه اتهام للحكام بتوعك إنهم بيجاملوا عشان يقعدوا على القهوة مع جمهور الأهلي أستاذ جمال علام هو حضرتك كرئيس للاتحاد أنت فين من هذه الاتهامات؟ لو اللي عيد ده أنت شفته هو ومقدم هذا البرنامج اللي ما بيحبش النادي الأهلي طبعاً وتفرقته على هذا البرنامج هتلاقي البرنامج ده معظم انتقادات للأهلي أصلي الحكام بيجاملوا الأهلي دايماً ماشيين في سكة إن الحكام بتجامل النادي الأهلي أصلي اتحاد كرة القدم بيجامل النادي الأهلي أصلي لجنة المسابقات بتجامل النادي الأهلي في الموعيد أنا الحياة مش عارف إزاي لكن ماشي قدينا بنسمع طب حضرتك الأهلي نفسي حد يقولي والأهلي بيحصل معاه إيه؟ أزياد من أي ندي عندنا غير إن النادي الأهلي هو ممثل مصر الوحيد في بطولات دولية وده شيء بوجهة نظري إن ده شيء لا يعيب النادي الأهلي بالعكس شيء مشرف حضرتك أهلاوي أو غير أهلاوي يجب أن تفتخر بهذا الأمر تحت كرة القدم يجب أن يفتخر بهذا الأمر كل الناس يجب أن تفتخر بهذا الأمر ولكن المفروض الأهلي يعتذر عن المشاركة في كاس العالم الأندية عشان حضرتكوا تتبستو كل ده عشان يلعب مبارياته في الدورة يعني بانتظام طيب لما الفرق الأخرى لعبت مباراة أو مبارتين أو ثلاثة كل ثلاثة يام الناس كلها سرخت وقالت الإجهاد والتعب وحمش عارف إيه واللعيبة بتوعنات صابه ورجلين وخلفياته وأمامياته وضماته وكلام اللطيف ده يجي البعض يقولك أحد قولي بيقولك إيه مثلا أصل أوروبا أوروبا ما فيهاش تأجيل يا جماعة للأسف للأسف البعض اللي بيرضد هذا الكلام فهو حافظ مش فهم وإحنا فين وأوروبا فين ظروفنا مختلفة عن أوروبا وسائل المواصلات مختلفة عن أوروبا أوروب البلاد في أوروبا موضوع غير عندنا في أفريقيا يعني لما تيجي حضرتك تسافر سيراليون مثلا فأنت بتسافر 8-9 ساعات تنزل في حتة وبعد أنت أخذ طيارة تانية 3-4 ساعات حضرتك قاعد يوم أو نص يوم في طيارة وقاعد عامل كده كلعب يعني أنا هنا بتكلم كلعب كرة قدم قاعد عامل كده ومحتاج يومين علشان تفك الطيارة لـ 12 ساعة ده للناس بس لو قاعد يفكر لكن الناس بتتكلم أي كلام بتردد بغبغانات بتردد فهل حضرتك سافرت قبل كده وشفت الكلام ده ولا أنت جاي تبقى تريند في أي حاجة وخلاص كلام غريب جدا بشوفه أعتقد أن الناس دي سافرت قبل كده في أفريقيا وعارفين جدا أنه هناك فارق كبير جدا 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 ما بين السفر داخل أفريقيا وما بين السفر في أوروب حضرتك مرة من المرات إحنا سافرنا بلد من البلاد الأفريقية وبناخد بلد من محافظة المحافظة مثلا من القاهرة الإسكندرية فخدنا طيارة لأنه كان خطر أن احنا نمشي تحت يعني على الأرض فالطيارة حضرتك ماشية فوق الشجر يعني إحنا وصلنا لدرجة كده أن احنا الطيارات بتبقى ماشية فوق الشجر ما بتعلاش ففي حاجات كتيرة جدا في أفريقيا بتبقى صعبة جدا 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 فما تعودوش تتكلموا كلام حافظينه وكلمتين محفوظينه وخلاص أحاول تفهم الأول تفهم عشان بعد كده تعرف تتكلم تقول أوروبا وأصل أوروبا طيب يا جماعة والمواصلات عنهم فيها ايه دي هنجيب طيارة نفسة شوفونا طيارة نفسة طيب لو ينفع يعني ممكن تكونوا ما جربتوش الحاجات دي أو ما كملتوش في هذه الأجواء أنا عارف ومتخيل ولكن يا جماعة بالعقل نفهم بس بالعقل نفهم وبعدين في نفس الوقت أنا مش عايزك تقلد الهجاسين يعني برضو فيه ساعات بيطلع كلام عاقل من بعض الناس لكن إن انت عايزين تقلدوا الهجاس هقلدوه تحري اللي عايز يقلد الهجاس أنا قلت الهجاس مبارح يعني ايه هذه الكلمة العامية المصرية قلتها يعني ايه مبارح فشوفو اللي عايز يخش في طابور الهجاس يخش هو حر عموما برضو خلصنا من اللعب ده طلع علينا واحد تاني بيتكلم نفس الكلام تقريبا لكن ده بقى ما ورهوش غير اتنين بيتكلم عنهم الأولى أن الأهلي أو أنا آسف الزمالك انتصر على النادي الأهلي في قصة أحمد فتوح مش عارف أنا انتصار ايه اللي بيتكلم عنه لاعب وجدد معنادي الأهلي لم ولن يتحدث مع أي لاعب على الرغم من هو لو كان متاح كل شيء جايز ولكن نادي الأهلي لم يقترب من قريب أو من بعيد من أي حاجة واحد لاعب يلعب في نادي جدد مع النادي بتاعه أنا مادي واللاعب ووكيله وكل ناس أكدوا على هذا الكلام إدارة النادي الأهلي مش عشوائية إدارة النادي الأهلي لو عايزة هتاخد وحتفهم ليه تعمل كده الأيام اللي جاية وحتفهم ليه كلامنا واضح وصريح عشان الأيام اللي جاية بس ليه مش حقدر أقول دلوقتي بعدين هتعرفه النادي الأهلي مش باشي بالعشوائية مش علشان مجرد ملاعب يخلص عقده تتفاوض معاه لا حضرتك لا 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 فاند هناك سيستم ونظام وأمور فنية ورؤية مدير فني يقول أنا عايز فلان أو مش عايزه ده الأهم أنا لما جيت للعيب اللي قابلك وقلت عليه قلت لك إيه كان أيام كابتن حسام البدري كابتن حسام اللي قال له لا جماعة ما ينفعش أيضا نفس اللعب اللي أنا بتكلم عنه دلوقتي ده اللي دايماً بتكلم عن موضوع أحمد وانتصار الزمالك على مش عارف إني دخل الأهلي في هذا الأمر لكن ماشي كل شوية برضو بتكلم عن إمام عشور وزي ما قلت لحضراتكم إمام عامل ألأ لناس كتير زي ما دايماً بتكلم معاكم عامل ألأ لناس كتير إمام عشور كل موضوع الحياة يؤدي بشكل جيد أو يتقلق مع النادي الأهلي أو جاعي الناس دي بتزيد عند ناس معين على الرغم من إحنا لا ننظر لهذا الأمر فيقول لك أصله إمام ندمان إنه راح الأهلي بيعاية إمام بيعود يعاية يا عيني بيعود يعمل كتير مش عارف يعني كيف نوضح أن إمام عشور لا علاقة له بأي شيء إلا الملعب هو لابس تشيرت النادي الأهلي دلوقتي فبيحاول ده كلام إمام بيحاول يحافظ على أو عايز يبقى أفضل لعيف في النادي الأهلي عشان يلعب في منتخب مصر علشان يتقلق ويبقى دايماً وجمهور الأهلي يحبه فدايماً بيعاية طيب يعمل إيده كده في الاحتفالات وبيمسح دموعه فكهرباء يخش يوسيع وقال لك شفت دموعه الندم على كهرباء وعلى إمام عشور أي كلام وأي دحك عدقون على الجماهير يعيني وخلاص بلاش يا جماعة تبيعوا الوهم للجماهير لأنه للأسف في بعض الجماهير بتصدقكه طبعاً لأنه نجوم خصوصاً التاني يعني نجم كبير يعني فالحقيقة يعني كلام غريب جداً جداً لأنه مثلاً واحد زي أمام عشور لما تسأله تقوله أمام إيه رأيك في وجودك مع النادي الأهلي هيقولك إيه مش هيقولك أول سنة لأ هيقولك إيه أول 3-4 شهور لعبت دوري أفريقي كاسعالم للأندية سوبر إفريقي دوري أبطال إفريقيا معرفش الناس بتسمع عن الحاجات دي ولا بتسمعش هو أعتقد أن هو يسمع الحاجات دي في نشرة الأخبار ومجز الأنباء بتقولي إمام ندمين نفس القصة بتاعة كهرباء من سنتين كده أو من سنة بقى كهرباء ندمين لغاية لما إن شاء الله يبقى هداف الدوري ورجع منتخب مصر مرة تانية سمعتم برح في مدخلة بيتكلم عن أنه هو واحد من أفضل الأعوام اللي مبسوط بيها كهرباء معرف ما تفهمش الحقيقة لماذا دائماً الناس مشى في هذا الاتجاه هو فعلاً ممكن بالمناسبة ممكن يبقى ندمين على خطوة انضمامه لنادي الآلي ولكن ندمين على خطوة انضمامه لنادي الآلي إنها اتأخرت مش إنه هو جيل نادي الآلي معموماً ملحوقة لأنه حيلعب كاسعالم للأندية في 25 سواء إمام وغيره وغيره إن شاء الله يعني ربنا يدينهم الصحة والعمر يعني فاللعيبة دي إمام وكهرباء تحديداً راحوا لمنتخب وتم ضموهم مرة أخرى فيمكن ندمانين عشان نرجعوا لمنتخب مرة أخرى ولا أقول لك انضم على طول يا عم إمام ده ندمك بيجيب بطولات ويعني بيوديك منتخب مصر ويا عم كهرباء برضو انضم على طول لأن مثل هذه المواضيع هي بتصيب الكثير والكثير بالقلق معرفش ليه الحقيقة لكن أتمنى أنتوا تاخدوا بالك وانتوا بتتكلموا يا جماعة النجوم الكبيرة تحديداً لما تيجي تتكلم يجب أن تتكلم كلام الناس تصدقوا مش مجرد كلامه خلاص تالت موضوع النهاردة في حق اتصاد عايز أتكلم فيه مع حضرتكم تحت كرة القدم فتح باب الانتقالات الشتوية وده خبر كل سنة في كل انتقالات سواء الشتوية أو الصيفية هنسمع خبر الأهلي بيفوض كذا الأهلي اقترب من اللاعب الفلاني الأهلي في خناقة علشان اللاعب العلاني فيمشي اللاعب الفلاني من النادي الأهلي اللاعب العلاني هيعمل كذا اللاعب الفلاني بيدغط على النادي الأهلي عشان مش عارف بيرفض ايه وكلام من هذا النوع الكل طبعاً مش وراء غير الأهلي خلال هذه الفترة عدده 40-50 يوم هنتكلم كتير واضح أو هنرد على أمور كثيرة جداً لأنه الأمور واضحة ومنها يعني ايه أي كلام بيتقال شوية إثارة على شوية أخبار غير حقيقية عشان المشاهدة تزيد وعشان التريند يشتغل نفس سيناريو المحللين اللي كنت بتكلم عنه قل بلكم لأنه من غير الكلام عن النادي الأهلي لن يراهم أحد بالمناسبة ممكن تتكلم عن النادي الأهلي بشكل جيد أو بموضوعية ممكن تنتقد تنتقد أداء لعيب تنتقد أداء مدير فني ما عندناش أي مشكلة ولكن بهذه الأخبار الغير صحيحة وبهذه الإشعاعات الكاذبة لا الموضوع بيبقى مختلف تماما إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتب محمود الخطيب ولجنة التخطيط وشركة الكورة وكولر هم بس هم بس اللي عندهم معلومات مين حيمشي ومين حيجي المفاوضات مع مين عايز بس يعني طبعا نسيب الناس تشتغل ولكن إحنا كجمهور بلاش ننصاق وراء الأخبار اللي بتطلع كل موسم انتقالات خلاص ساعة الجد جد وقتها اليومين دول وبالتالي الجميع الجميع حيبص ويشوف اللي عندنا إيه او فيه جبنة لعيبة ندي الأهلي جاب لعيب او حيمشي لعيب أعارة او حيمشي خالص هيتطلع نقول لحضراتكم سواء من خلال القناة الأهلي او من خلال المركز الإعلامي لأن الفترة القادمة الجميع سيلتف حول المنتخب الوطني الجميع الجميع مهما كان انتمائك من أجل مهمة كروية قرية مهمة جدا جدا خلال الفترة جاية بطولة الأمم الأفريقية فعايزين نتكلم بقى عن المنتخب مش عايزين كل شوية نقعد نتكلم عن أصل النادي الأهلي بيعمل كذا وبيخلي كذا جماعة الكلام ده خير صحيح الكلام ده في كدب كتير صدقوني والإشاعات الأيام القادمة إشاعات ستبدو او بدأت كثيرة جدا خلال هذه الفترة فنتمنى يا رب ان احنا نبقى واخدين بالنا من الاربعين خمسين اليوم اللي جايين دوله اللي هم أربعين خمسين يوم صعبين صعبين لكن ان شاء الله يعدوا يعدوا دايما على خيال خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل بقى نرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين معسكر منتخبنا الوطني مع تعادل مع النادي المصري تعادل غير مستحق الحقيقة لأنه النادي الإسماعيلي كان الأفضل في كل شيء اللي تفرجت على المباراة يمكن 80% في المباراة نادي الإسماعيلي أضاع الكثير والكثير وكان أقرب للفوز بهدف واثنين وثلاثة عبد الرحمن مجدي عمل واحدة من المباراة الجيدة معظم اللعيبة النادي الإسماعيلي كانوا عاملين مباراة كويسة جدا النهاردة وكان يستطيع النادي الإسماعيلي أن يفوز ولكن خبرة علي مهر الحقيقة مع فريق المصري رجعته مرة تانية للمباراة وتعادل في الديئة 85 فخر الدين بن يوسف على ما أتذكر فخر الدين بن يوسف اللي جاب الجون وتعادل في النادي المصري مع النادي الإسماعيلي ولكن النادي الإسماعيلي لو فضل بهذا الشكل أعتقد حيكون له ويعني النادي الإسماعيلي حيرجع تاني بالشكل اللي أنا شايفه ده ده النادي الإسماعيلي مع كابتن إياب عاملين النهاردة مباراة جيدة جدا مصري الحقيقة أيضا مع علي مهر عاملين شغل كويس جدا عموما بكرة إن شاء الله حينطلق المعسكر حيتخلله مباراة وده يوم الحد المقبل أمام تنزانيا المباراة دي هتبقى الساعة 6 بالليل على استاد القاهرة وهذه هي البروفا الأخيرة قبل السفر لأبيتجان عشان في كودفور لأنه كلنا أمل في رجالة منتخابنا الوطني وجهازهم الفني روي فيتوريا مدير فني محترم إن شاء الله يكون عندنا أو نستطيع أن نتوج ببطولة الأمم الإفريقية غالية بطولة غالية وغائبة عن مصر عن مصر منذ ما يقرب من 14 سنة تقريبا يعني بعد ما كنا 6 و 18 و نعبقى حط رجل على رجل كده ونتبسط ونتشجع ونبقى مبسوطين بالأداء اللي كان بيعمله رب لا يديره الصحة كابتن حسن شاحة المدير الفني الكبير والقدير واللعيب والنجم الكبير الحقيقة واحد من الناس اللي ليهم تأثير كبير على كرة القدم المصرية يعني إن شاء الله ربنا يكرم ونقدر نحقق هذه البطولة بالرغم من نهاية بطولة صعبة جدا بسبب قوة المنتخبات اللي بتشارك في تلك النسخة إذا كنت بتتكلم عن المنتخب المغربي المنتخب التونسي المنتخب الجزائري كودفور سنغال أسماء كبيرة جدا جدا كلها موجودة كودفور البلد المضيف هو منتخب ليس بالمنتخب القوي ولكنه مش زي زمان مش كودفور بتاعت زمان ولكن هو البلد المضيف دايما البلد المضيف بيبقى عنده حماس ورغبة إنه هو يكسب هذه البطولة ولكن على الجانب الآخر إن شاء الله رغبة وحماس لعبة منتخبنا في إن احنا نقدر نسطر إنجاز تاريخي في مسألتهم أو في مسألة اللاعبين الدولية أكيد هيكون شيء جيد جدا ويكون هدف لا بديل عن تحقيقه وهو الفوز بهذه البطولة قبل كل ده هو إسعاد 120 مليون مصري أو 110 مليون مصري كلهم متعطشين لبطولة الأمم الأفريقية زي ما حضرتكم عارفين مجموعة منتخبنا الوطني في الأمم الأفريقية مجموعة ليست بالصعبة ولكن ليست بالسهلة أيضا هي مجموعة موزنبيق رسل أغدر ثم غانا ثلاث مباريات إن شاء الله أول أو ثاني المجموعة موزنبيق أولى المباريات وبعدها نكمل بقية المباريات سواء مع غانا في المرة الدور اللي بعد كده ثم في آخر المباريات هذه المجموعة هتكون مع الرأس الأخدر كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وربنا يكرمنا إن شاء الله في هذه البطولة خلانا طلعنا نشوف هذا التقرير عن بداية تحضيرات منتخبنا الوطني لقلب لقبه الثامن في أمم إفريقيا تحضيرا لاستعادة اللقب الغائب منذ ثلاثة عشر عاما وجلب اللقب الثامن عبر تاريخ البطولة يبدأ منتخبنا الوطني المتربع على عرش ألقاب البطولة في سبع مناسبات سابقة أولى استعداداته يوم الثلاثاء لبطولة كأس الأمم الإفريقية وذلك من خلال معسكره التدريبي الذي سيقام في العاصمة الإدارية الجديدة الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا أعلن انطلاق المعسكر يوم غد بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يخوض جميع تدريباته في العاصمة على الاستاذ الجديد للمدينة الأولمبية ومن المقرر أن يخوض الفراعنة مباراة ودية يوم السابع من الشهر الحالي على استاذ القاهرة أمام منتخب تنزانيا كما حدد فيتوريا يوم التاسع من يناير موعدا للسفر إلى كوتيفور تقام بطولة كأس أمم إفريقية خلال الفترة بين الثالث عشر من شهر يناير وحتى الحادي عشر من فبراير المقبل يقع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزنبيق يبدأ الفراعنة المشوار بمواجهة منتخب موزنبيق في الرابع عشر من يناير بعدها يواجه منتخب غانا في الثامن عشر من يناير ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر يوم الثاني والعشرين من يناير ومن المؤمل أن ينتظم لاعبون المحترفون في معسكر المنتخب يوم الرابع من الشهر الحالي من ناحية أخرى قرر روي فيتوريا وضع برنامجا خاصا للاعبين نادي الأهلي قبل بطولة أمم إفريقيا بسبب حالة الإجهاد التي تسيطر على اللاعبين بسبب ضغط المباريات التي خاضها الفريق مؤخرا وآخرها مباريات بطولة مونديال الأندية وكأس السوبر المصري الحقيقة النهاردة أيضا عيد ميلاد علي معلول علي معلول واحد من اللاعبين الكبار الحقيقة كل سنة أنت طائبة عالوة يعني علي معلول يستحق مننا كل التحية ومن كل أهلاوي الحقيقة علي ليس مجرد لعب محترف احترف في النادي الأهلي خلال أعتقد 8 أو 7 أو 8 سنين علي من اللاعبين اللي تقدر تعتمد عليهم علي من اللاعبين اللي كل جمهور النادي الأهلي بيحبوا علي معلول من اللاعبين اللي دايما دايما بنعتمد عليهم في كل حاجة ومهما عملوا بنحبهم فعلي من المحترفين الأجانب اللي هي اللي يعني اللي هيسيبه أثر كبير جدا 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 بعد ما يبطل بعد عمر طويل جدا إن شاء الله في النادي الأهلي كل سنة أنت طيب علي ودائما تبقى دائما في وسط حبيبك وجمهيرك من جمهور النادي الأهلي وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير هتطلع نشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية ومن بعد هذا التقرير فاصل ومن بعد الفاصل هنستقبل ضيوف البيت الكبير توجى فريق تنس الطاولة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق أمبي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة النادي بفرع مدينة نصر قدمت سيدات تنس الطاولة عروضا قوية للغاية حيث حقق الفريق الفوز على فريق الشمس والزهور والمعادي وأمبي بنتيجة 1-3-0 في المباراة الأربعة افتتح اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام باب القيد الشتوي للأنديا اليوم وحتى 31 من يناير الجاري للسماح للأنديا بتدعيم صفوفها بالصفقات لاستكمال الموسم الحالي الذي انطلق في سبتمبر الماضي وطالب اتحاد الكرة جميع الأنديا بتسوية مستحقاتها المتأخرة وسداد الديون للسماح لها بالقيد الشتوي بناء على تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم واصل منتخبون الوطني لكرة القدم الشاطئية تدريباته اليومية خلال معسكره المقام حاليا بالإسكندرية استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم التي ستقم فبراير المقبل في الإمارات أصبح نجمون المصري محمد صلاح لاعب ليفر بول الإنجليزي اللاعب الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي يسجل أكثر من خمسة عشر هدف ويقدم أكثر من خمس عشرة تمريرة حاسمة خلال عام ٢٠٢٣ كما أصبح أول لاعب يصل إلى خمسة عشر هدفا وخمس عشرة تمريرة حاسمة في عام تقويمي واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أن قام الفرنسي تياريون ري أسطورة فريق أرسنال بالإنجاز ذاته في عام ٢٠٣ أنهى المنتخب الفلسطيني معسكره التدريبية الذي أقامه في مدينة أبهى السعودية والذي استمر على مدار عشرة أيام ضمن فترة التحضير للبطولة كأس آسيا المقررة أن تنطلق في الثاني عشر من الشهر الحالي في الدوحة ويلعب المنتخب الفلسطيني في البطولة القرية ضمن المجموعة الثالثة النارية التي تضم منتخبات الإمارات، إيران وهونغ كونغ أسدل السطار على منافسات كرة القدم في عام ٢٠٢٣ وكما هي العادة كانت المنافسة على أشدها بين اللاعبين تهديفية من أجل التربع على عرش هدفي التقويم حقق كريستيانو رونالدو لقب هدف العالم ٢٢٣ بعد أن سجل ٥٤ هدفا ٤٤ مع النص السعودي وعشرة أهداف مع منتخب البرتغال فيما حل ثانياً حاملوا اللقب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وثالثة هاريكين مهاجم بايرن ميونيخ بعد أن أحرز كل منهما ٥٢ هدفاً فيما جاء إيرلينغ هالاند لاعب منشستر سيتي الإنجليزي في المركز الرابع برصيد ٥٠ هدفاً اتخذ المسؤولون عن الكرة الأرجنتينية قراراً تاريخية سيبدأ العمل به عقب اعتزال ميسي أيقونة بلاد التانجو الأبدية وأكد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن القميص رقم ١ سيحجب للأبد حال اعتزال ميسي اللاعب دولية ولن يسمح لأي لاعب بعده ارتداء القميص وسيلغى الرقم ١ للأبد تكريماً له على ما فعله مع منتخب بلاده أعلن نادي باريس سان جرمان فرنسي عن تعقده مع اللاعب البرازيلي الشاب لوكاس بيرالدو قادماً من نادي ساوباولو بعقد يمتد حتى عام ٢٠٢٨ ورحب النادي الباريسي في بيان له على موقعه الرسمي بلاعبه الجديد صاحب العشرين عامة مشيراً إلى أنه سيحمل الرقم ٣ خلال تجربته الاحترافية الأولى خارج الدور البرازيلي أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى إزاي المشاهدين خلوني أرحب فيديو في الكبار الكابتن الكبير الكابتن محمد حشيش إزاي كابتن حضرتك إيه؟ شهد محمد أبو علي إزاي كابتن مورتين كابتن آيما جلبيرتو إزاي كابتن آيما كابتن إسلام الصديق العزيز طبعاً مثك الخدار عفو الزسل إزاي كابتن ربنا يا كرامة إزاي كابتن؟ استاذ عصام بلاعبه وهو داخلك كده فبيقول يا جماعة استاذ عصام جاي متأخر وهو طبعا أنا شايفه قلتولي بقول لك يا أصوص عصب بقول لي يا كابتن لا قلتوله لا أنت تخش علينا وإحنا على الهوى يا جالة اللي تعودنا الالتزام كالعادة أنت تخش موابوض الكابتن حشيش جاي محمد ما شاء الله وجل بيرتو لكن أنت إزاي مشيت من الأولومبي بعد إذنك يعني رحت الإسماعيلي رحت اتحاد جدة رحت نادزة مالك وهناك باندي أسمح لك غبت سنتين وكبري بيودة قد إيه يعني في الحياة صعب لا الكبري بيودة قد إيه أنا حاسب أصب بطريق دولي مش تقول كابتن براكات من أوساطي من أوساطي انت ممكن تكون روح تكسل عالم انت من الفنة بتاعتكو دي ما شاء الله عشان ترجعوا النادي لها كابتن براكات كابتن براكات رح أهلي جدة راح العربي القطري نادي العظيم يعني العربي العربي راندو لهم كل حاجة طبعا والجدد لكن دول الأساس أهلي وزمالك يعني وبالتالي يعود كابتن براكات النحاسي اللي حافي وقالوا له انت عجزت بعد ما راح النصر ورجع اسماعيلية مش ممكن وبرضو لازالت إدارة العمل الكباري بالفيفا شغالة لصالح الأهل والأهلي الفيفا مش قادر عليه ولا الكاف قادر عليه مش قادر عليه خالص هم بيقولوا كده مش يحبا يا جماعة على الشيح وبعدين فيه ناس بتطلع بقى تروح مرفعه امفنتينو قف يلا أقول الأهلي كويس احنا لازم نشوف الأهلي في كل بطولة وروح منزين المسدس فيطلع يقول الكلمتينو يجري بقى ايه خلاص أهلي الكلام يقول لهم أنا آسف أنا آسف أنا آسف يا جماعة الأهلي فيه كويس مش ممكن يا جماعة إدارة الموارد يا كابتن فيه درس مال موارد يا جماعة في الفيفا عاملة كاس العامل الأنداء قالك إدارة الموارد والجمهور أنا باب بيصعب عليك الجمهور لأنه اللي بيبيع كلها أنه أنت أصدراتي فيه أربع خمس كهنات وعلى مسؤوليتي معمولين ليه ربما يكون الناس عايزة وقت الغد ما تدور المكينة البيضاء لكن أنت في نفس الوقت ما تبعدش الرسل علشان كل إخفاق تقول فيه النادي الأهلي ليه لأنه أنت مش قدر تحصل وإن الإخفاق لحد كمان قالك بس أستاذ عصام مع كامل احترام من حضراتك يعني أنا شايف ده حاجة كويسة للأهلي للأهلي نسمع وجهة نظر ليه بقى دي حاجة تزعل طول ما هو تزعل على جمهور الزمالك هقول لحرك حاجة لا لا بص طول ما هتزعل ليه هقول لك ليه هعرف هتزعل ليه ليه زعل إعلاميا هذا الرجل هو واحد من رواد الإعلام في مصر بالتالي لما يسمح أن الكلام ده بيتكون عشان حاجات معينة أنا ما عرفش أنا بحسبها إزاي صحة في بقى أنا بكلم حضراتك محمد أنت ممكن أن الظروف ما سمحتش أن أنت تتواجد في استوديو وأنتو لما بتروح المهمات بقت سريعة حصل كتير وعادت معناس بعض الزمل العرب بيتأسوا علينا وبيعود يعمل كده ويدحك على جنبه في كاميرا اجدب عدل مسؤوليت مين مسؤوليت مين هو كانت عشان ووجهة نظر في الموضة ده كابتن أنا لما بلاقي معلش قبل ما تكمل هي أصل الكلمة دي حلو مسؤوليت مين لا معناقبك دي بقالها سنين القصة دي مش نبع اليوم أو الغدى دي بقالها سنين نفس الفكر ونفس قالت جدا برضو أستاذ عساء لا لا قالت على المستوى الرسمي على المستوى الرسمي المستوى الرسمي ضع هي قلبت على موجة كوميدي يعني المفروض تبقى موجة كوميدي يعني من كتر بقى ما الناس بتطلع تقول بترتل وبتقول أي حاجة فتقلبت لضحك يعني كان في بعض الهوات الناس تصدق أو ما تصدق هذه المشكلة إنما دلوقت الناس أيقانت إن الناس دي بتهرق ده دحك يعني أنا بس السؤال قول بس الأول طيب أنا بقول بالنسبالي أنا كراجل أهلاوي أو من بداية شغلي في الإعلام بتاع النادي الأهلي لما بجأ شوف المنافس بتاع النادي الأهلي النادي الأهلي عنده سيستم عنده قدارة خيرك من الأهلي أنا هتكلم على الأهلي وفي نفس الوقت مقليد في مصلحة الأهلي الكلام ده عنده فكر أو ناس زمت بشوانس عاد القياة مثلا نطلع قالك احنا بنشتغل لعشرين خمسة وعشرين وبنوضب أو بنحضر فرقتنا لموسمين بعد كده فأنت شغال وبتبني وبتعمل منظومة ومستقبل بالضبط بتبني دلوقتي وبتحضر لبكرة وبتحضر لبعد بكرة وبتفكر بالضبط الإعلام بتاعك الإعلام بتاعك كمنظومة أهلوية بيشتغل على الحتة دي وبيساعدك إن أنت تبني عن طريق بقى إن أنت لو شفت حاجة غلط بتقولها عن طريق إن أنت بتخوم دايما عن طريق إن أنت بتقول لبكرة الحقيقة فبتلاقي المنافسين بتوقعك بقى اللي هم على المستوى المحلي ده فكرهم أو ده الفكر أو الإعلام مش أنا مالي أنت كده بدامن إن أنت شغال في حتة تانية خالص أنت بعيد باسمين ضوئية أنا عكسك بقى في ده أنا كده أنا بقى أقول هو مش هشتغل هو هيفضل هو هيفضل يحط المباررات مش هشتغل أنا شغال وبعمل شغلي وهو شايف إنه على طول مظلوم وعلى طول الفيفا أهلوية والناس كان بلطر أهلاوي بعد كده أمفنتينو أهلاوي بعد كده أحمد أحمد أهلاوي خلي بالك بس يعني عيسى حياته عيسى حياته عيسى حياته ماشي وجي أحمد أحمد وبعد كده جي متسيبي والأهلي بياخد بطولات أكتر ما كان بياخد مع عيسى حياته خلي بالك إنه أصلا المشكلة كلها إن في جمهور اللي هو الشعب لازم يحفل ولازم يفرح ويزعل ده في الكورة لكن أنت بخليها بتأس بس أكمل ده كارسة ده كارسة في حاجة في الكلام الكبير اسمه الضمير المهني وأن الإعلام يشكل جزء أن الإعلام يشكل جزء من وجدان الأمة ده مش كلام هلس فأنت النهاردة لما تكون مش قادر تيجيب لجمهور الزمالك قل له هيصدقك قل له قدامي سنة قدامي موسم لكن يااخد ده وصلت أن الكابتن أشرف قاسم لكنه ده راجل ملعبش في زمالك هذا رجل المحترم كابتن ألمان يونس كابتن أسامة نبيه كابتن سامة شيني بقى اليوم تحديدا يخرج يعني حد من الكائنات اللي بقول لكم عليها دي واللي أنا أعرفها كويس قوي عشان قال إيه كده بيسطر يعني أعمال المجلس الأبيض لغات لما يعمل يعني تمام والناس بتحاول لا خالص أنا بكلم على جدوى الجمهور بالعكس الناس بتشتغل وبتحاول تقوم النادي تمام فأنت لما تطلع تقول إنت إزاي تقعد في استوديو ويخش إمام كابتن مصر أشرف قاسم ينسحب من استوديو لإني لاها بكرة مصري عربي بغض النظر لون التشيرت إيه دخل استوديو في قناة كلنا بنحبها وبنحترم الدولة اللي بتطلع منها القناة يا أخي أبدأ أنت حتى أحد العاملين هناك يا أخي إزاي تردمه وإزاي هو يعمل ده ويخالف ضميره بقى الكروي وشخصه لكل الجهتين سامي الشيني إزاي يقول إنه الزمالك يعمل مثلا لأزماته يجب أن يتخلى مثلا عن فتوح أو زيزو إزاي أنت زمالكه وأنت مين اللي بيتكلم ده وكده الجمهور يروح فين الجمهور يروح على إنه النادي الأهلي يصرق ما ليس لقه ده اللي عايزة أقوله لك فيبدأ اللي اتنين الجيران اللي كنا زمان بنحفل ونروح أنت عايز بقى الكارثى بقى الحقيقي هو كرام الصصوم صحي ملوف المية كانت أيام إيه كان إيه اللي بيحصل إنه يقول إنه الأهلي إنه الأهلي واخد بالتليفونات واللتصالات واخد الإعلانات يهم ربنا بقى وأنا جايلكو يخليه يقول إيه وطبعا أنت عارفين النادي اللي ملاكوا من الإمارات طبعا أنت عارفين هذه الصفقات الكبرى التي أجرها مع كبرات الشركات إيه؟ يعني ما فرقوش يعني الناس عايزة تعلن عنده أحبينه شايفينه وينفع الإعلانهم إذن ما بتتفرقش أهي أمال ليه بتقوله جمهور الزمالك اللي صابر ومستني إن الأهلي واخد الحاجات اللي مش بتاعتها أنا بستشهد دايما كان عندي مدرس فاضل يعني في الرجل الأزهاري فكان دايما بيستشهدنا بحاجات فدايما بستشهد يعني الواقعة دي كان طالب قاعد مع الشيخ بتاعه في الكتاب فبيقوله فخر عليهم الصخف من تحتهم فقال له يا ابني لو مش حافظ ميز إزاي هيخر عليهم الصخف من تحتهم فلا يتقول ليه فخر عليهم الصخف من فوقهم فأنت حتى لو مش حافظ ميز ميز فنفس الكلام السؤال عصام تطرق لنقطة مهمة جدا أنا كنت بقوله الأهرام وكابتن حسن حمدي مسك وقالت الأهرام جي يوم رحمة الله على الأستاذ مرسي رئيس مجلس إدارة الأهرام كلها بقى رئيس نادي الزمالك ومعرفش يجيب لي نادي الزمالك حقد رعاية قوي في الوقت ده وقالت قولاته الشهيرة في المجلس الأهرام رفع النسبة بالظفر لأنني رئيس مجلس إدارة المؤسسة أشكر حسن حمدي كمسؤول عن الحتة بتالإعلانات عن التصويف والإعلان للعشر المئة اللي رفعها بقى لها سنين كابتن الإسلام بتترسخ فأقول الناس سوابت فأنت ميز برضه ده أنا رئيس مجلس إدارة الأهرام جاه ومعرفش يجيب نفس طب قال لك الأهرام مش إدارة الأهرام جاءت بعد كده على ما تذكر صلة بعد كده جاءت جاءت بعد كده للمتحدة للرياض كل الناس اتفقوا إن قيمة النادي الأهلي ومش هم ده الشركات ويجي لك شركات من برى مصر وبنوك كبيرة وشركات ضخمة كنا عاديين كل أسبوع بيجي لنا دعوة براع جديد شركة اتصالات هي شركة في الأساس إماراتية فتروح تعمل مثلا في بيرامدس مثلا لو عايز يعني عمله ده أناك فرصة اللي هو قلب نفسه قلب نفسه إن كبريات الشركات رأت في الاستثمار طبقا لأن النادي يعني منسوب لأحد الأشخاص المحترمين طبعا الإماراتيين واللي طبعا بنحبذ إن الناس لي تيجي بلدها الثاني مصر لكن إنت الحمد لله إنك قلت كبرات الشركات راح نتفهم في الأهل يعني على النادي شايف أن فين جوب طب ينفع بقى يختم كل ده وما قلت لك بس خلي بقى لكم برضا الموضوع مفقوس حابوا يطلعوا رمضان كبري تركيا فانتبه مجلس الزمان وإنت كده بتفيد مجلس زمانك هو ينفع رمضان يبقى كبري عشان يجي الأهلي يعني أهلي دي اللي عايز طب أنا أتزاول حاجة يا جماعة بس يعني 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 أولا لازم نشوف يعني حال نتكلم في الحلول للموضوع ده يعني الناس اللي بتطلع تهارت اللي بتقول أي حاجة طيب لو حنتكلم على الضيوف انت ممكن في بعض اللعيبة اللي بتطلع النجوم يعني اللعيبة مش مثقفة اللعيبة تعليمها على قدها حاجات كتير النمر الراجل اللي ماسك برنامج اللي هو المزيع اللي ماسك البرنامج ده هو ده الوحيد اللي تقدر تسيطر عليه لأننا لو كلمت دلوقتي كلمة مثلا إسلام ممكن يقدر يقولي يا كابتن لا أبلاش الاتجاه مسؤول أو بلاش كلمة دي كلمة دي مش عندنا صحيح لكن هقول لعلك حاجة أستاذ عصام أعتقد يوافقني في هذا الأمر أو هو يعني اللي يقولنا إنه نسب المشاهدة دلوقتي برضو أو الناس اللي بتتفرج بتتفرج عليه هو عايز الخناء اللي ما بين فلان وفلان علشان يبقى مش المحتوى يبقى حاجة تلك أنا قلت لك يا كابتن إسلام صحيح هو ده قلناه مرة أنا وحضرك أيام ما كنا نصلون اللي هي فكرة الأعلان على الطريقة الأمريكية اللي هو المهم كم حد حتى لو بيقول لك يا ولوك كذا يا ولوك كذا المهم العدد هذه طريقة أمريكية في الأعلان الشو والمشاهدات أنا في بداية الكلام يا عايز قلت قلت يا جماعة هو أنا مش مهم أنا كراجل مسلا مجيح أنا ينفع أطلع ما أنا ممكن على فكرة كل يوم أبقى ترند أنا أكيد وأقول كلمتين بس أقول كلمتين وهتعرف تعمل أه وأقول كلمتين وأنت أه فأنا أقول كلمتين تقول لما يا جماعة على درجة أن الناس بتبقى مبسوطة بالترند الترند ده جالهم إزاي جالهم عن طريق مهاجمتهم أيوا يعني أنا دلوقتي عايز أبقى ترند فمبسوط بقى بإيه إن الكابتن حشيش هو أبو علي ترند سلبي يعني الدعاية سلبية وده اللي نقشنانا وهو اللي هو على الطريقة الأمريكية والقاعد اللي هو الترند الاسم الترند ده مبسوط وده اللي يجنك أنا قلت حضرك قبل الهواء يا جابتن الإسلام قلت الحضرك إنه واضح إن يعني أنا فاهم وجهة نظر أستاذ عصام إيه هو زعلان إن في قامات من المفترض إن هم زي مثل أعلى اللعيبة قدامة مثل أعلى يقول كلام غلط يعني هو بيقول معلومات غلط هو بيتصن أنا وجهة نظرك دول مش مثل أعلى دول استحالك أنا بقول لك من المفترض أنا بزعد لما كابتن الإسلام بيسكتنا بمهنية أنه ضمير الغاية أيه صحيح أنا بقول لها رغم من خليب لك أنا بانتقد كتير يعني ناس بتفتكر إن أنا بعمل كده إن أنا بقاطع ده دي شرائية شرائية الإعلام يا جماعة أنا لازم أبكاد في إطار محترم نحن واحد بيروت أنا وساعات كتيرة جدا ما بقاش موافع ده هو قانع بقضيتي لكن بيلتزم دوره الله ينور عليه صح في الآخر أنا حقول دوري بإن أنا مقدرش وحد يقدر يعدل على أساس العصاب وحد يقدر يعدل على حضرتك وحد يقدر على العدل على حد لكن هي في النهاية هي أمور يجب أن يتم احترامها مهنيا وما يفعش لا تصنع عارف وهو ما بيحبش يأمالها ممكن ببساطة شديدة وعلى فكر في قلب قلب المهنية واسأل الشباب إن يقول لك إيه بس على مسؤولياتك ليه عشان يسابها موالعب لكن هو بيأخذ الأقوام والأكثر مصدقية وحمد العامل كده إن يقول لك أنا ضمير الرقم هنا أيوة لأن أنا بنتمي لشاشة مهمة واسم موجود فوق عند حضراتكم اسمه النبي الأهلي كلها لازم نحافظ عليه شاشة قناة الأهلي وبالتالي يجب إن أنا أكون دايماً نحافظ على حالك ده إحنا بنحافظ على الثوابت كلامنا وإحنا بنكتب ولو إحنا مش في القناة والملكة دارة تعلمتوا منين أنا آسف ده تعلمتوا منين ما أنا تعلمتوا من جمهور الأهلي بالضبط تعلمتوا منين تعلمتوا من مجلس قدارة تعلمتوا من كابت الخطيب حاجة في وقت كان من الممكن وهو راكب وإنتوا عارفين قصد على حاجة معينة يعني كان ممكن نعمل حاجات كتيرة جداً ولكن التزم الصمت التام وقالزمنا بالصمت التام خلي بالك التزم بالصمت التام وقالزمنا بالصمت التام وهي المبادئ ما تجزق لأنه في الوقت وخلي بالك بنفسه صح ما بولها ما بتستنش كتير بنفسه خلي فلان واعلانه يا جماعة الموضوع انتهى وخلص خلينا في الكورة وفي الرياضة وفي البتاع وخلاص إحنا كتير وإحنا حتى بنكتب مثلاً على السوشال ميديا بتاعتنا أو حاجة إحنا عايزة بنرد بقسمينا في الاخر وانت على السوشال ميديا بتاعتك ده مكانك وسحنا سعب بناخد بالنا إنما نقفورش في نقد معين أو رد معين أو سخرية معينة ليه لأنه في الاخر هو يقول أيما نجل بما ده بتاع قناة الأهلي ما أنا ما أقدرش إن أنا لما طالما إسمي ارتبق بقناة النادي الأهلي بيما كان ما ينفعش إن أنا ما ينفعش إن أنا ده إن الناس يعيب تشتم مثلا إسمي أو قناة النادي الأهلي عشان خاطر أنا أطلع أطلع أتصنع الترند عشان خاطر أتشهر لا أنا أقول لو عايز أرد على حد رد على ليه بأدب رد على ليه بمعلومة رد على ليه برقم حتى لو هحفل يبقى التحفيل لي نسبة معينة ما اتخذش عليها مش تمش لكن الواضح دلوقتي الفيديوهات اللي بتطلع على السوشال ميديا الواحد كيو بيتفرج والعنوين بتاعتها ده بنسبة يعني من خلال خبرتي القليلة في هذا المجال ده تصنع أكتر منه اللي هو بيبين اندماء مطلوب أكتر أه ليه عايز بالزبط كده لأنه عارف إنه لو ما تصنعش وما قالش إن النادي الأهلي سرق لقب نادي القرن ولا ما قالش إن النادي الأهلي أصل كسل عامل أن ده دي مش بطولة أصل إمام عشور وش وقل لو ما قالش الكلام ده مش هشتغل ليه لأنه هو ما عندوش رصيد ولكن ولكن عندما يتم النظر لمثل هذه الأمور بطريقة أخرى بمعنى إنه أنا لما أجي حتى أتكلم على معلومات واضحة للناس يعني الكلام اللي أنت بتقوله ده أصلا مش نادي القرن هو بالنسبة لنا كأهلوية هو لا مجال مش مجال رد مجال إن أنا رد أساسا فبس يعني أقول زي ما أنت عايز لكن مثلا هو أحد يطلع يقولك إيه كولر مدرب فاشل هو أقول إن الرجل ده بيت تصنع أو إن الرجل ده أصده يقول هذه الكلمة أو اللي طلع يقول هذه الكلمة أصده يعمل كده ليه لأنه هو كولر زي مدرب فاشل وجاب ست بطولات للنادي الأهلي من 8 فترات دي من 8 فهنا أنا بقى كواحد بيفكر ولا أنا بتكلم غلا صح واحد بيفكر المفروض أنا أقول الله هو أنت بتعمل كده ليه زي بعض الهجاسين يقولك إيه أنا ببالح جبت بجد أنا مش بهز أنا جبت معنى كلمة هجاس لاش في اللغة العالمية المصرية وجبتها وقلتها للناس عشان وهي بتنطبق بشكل واضح فبعض الهجاسين يقولك إيه أصده كولر مدرب فاشل أصده إمام طب فاشل إزاي جماعة إمام مثلا فاشل قال لك إمام وش وحش والبطولة قرية لوحيدة للأهل اخسرها من الزمالك كان أول بطولة لي مش هلتها معا لا لا بس خلينا نتكلم إمام عشور في آخر مباراة أمام قراوة الياباني أخذ أفضل لعب من يقيم إمام عشور هل لات لنا في الملعب خلينا نتكلم بس الملعب بتتكلم على أمام إن ما شاء الله ربنا يحميه إيه اللي عجل بيجي في كل حتة في الملعب ده حيل جدا ولكن أنا ده لنا عايز أوصله إن أنا واحد ده مش لاجنة بس ده الناس كلها أحد كل اللي قعب بتتكلم ما شاء الله لحد برضو ده مش فارق كل دول أهلوية يا سيدي أهلوية ما فيش مشكلة ما عندش مشكلة هايقول لك أهلوية ببننا وشايفينه كويس ببننا وشايفينه كويس لان شعاليين كمان بيكلموا عنهم لجنة محايدة من الفيفا من الفيفا أهلوية طبعا ما بتشتغلش حاجة للشؤولان هيقول لك أهلوية بلو أه أجبت الإسلام ده ما بتشتغلش يا كابتن ده بيقول لك القاضي الواحد من غانا كان في محكمة الكاس أنا قلت لهم ما عرفش أهل مين وللأسف إن حد بيسمح إنه يتكلم بيسمح حد كبير قوي وأنا قلت له روح لأن القاضي ده قافش القاضي بتاع الكاس قافش ده نقاس يقول إنه في عرض حلج بيقف قدام أقول لك معلومة بخصوص القاضي دي بس بس عشان تشيل معايا الهم انت وجلبرت ده أنا أقول لك معلومة مهمة عشان دي بس مهمة إحنا بنتهان على ضوء ده ما واحد يقول لك أنت صحف وإنت ماشي ومتزعلش هتبدأ تحصل بسبب صح ما يحدث طبعا كل الاحترام كل شي أقول الأشكال دي عارف قال لك فكرة الأضابط على أدخلي يعني معلومة وقعدوا رسخوا في زهن الناس إن القاضي بتاع الكهرباء متزبط وإني مش عارفه اكتشفنا لما سألنا أو اشتغلنا بقى شغلنا الصحفي إن فيفا بيحدد لكل جلسة قاضي مختلف عن القاضي الكهرباء يعني مرة قاضي جزائري مرة قاضي سويسري مرة قاضي من غانا مرة قاضي مش عارف من يقول لك آه من ساعة ما مزكوا الآن ليه بقى بيعملوا كده ليه بيعملوا كده ليه بيعملوا كده رئيس عشان ضرق للشبهات يقول لك لما القاضي ده بيتحدد له الجلسة دي بياخد الملف في يشتغل عليه ويقراء ويحدد بقى هو بعيد عن القاضي اللي خد حكم قبل كده عشان لو في حتى يعملوا كابتن إسلام عشان نقفل الموضوع ده يا كابتن أسا أنا أقول لك حاجة افتكر كده وقت الكابتن عسام الحضري لما رحل عن النادي الأهلي بطريقة ما وكابتن عسام رفع القضية بتاعته والنادي الأهلي رفع القضية وشوف التناول اللي حصل وقتها حكم للنادي الأهلي سواء بالتعويد أو بالكابتن عسام وقتها الإقاف أو نادي السويسري وقرن قضية كهرباء صحيح فأموما أنه هو كلام مهم جدا للحقيقة يعني إحنا ما سألناش لكن هي النقاش أنا جاي مفحم بيها طلت نجوم كبار مصريين قبل ما يبوا زمال كواهد نجوم كبار لو المتحدث حتى زميل ملعب معاهم أغفر له من أنت دول حاجات كبيرة قامات كبيرة جدا في كرة القدم المصري عموما خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم عن إنجازات كثيرة جدا في هذا العام رؤية واضحة نشوفها من نجومنا الكبار اللي ما نقوم معا أهلا وسهلا بحضراتكم مرأة أخرى عزياء المشاهدين كابتن حشيش إنجازات رياضية كبيرة جدا للنادي الأهلي طوال هذا الموسم أعتقد مش كرة القدم بس ولكن في كل الألعاب يعني الحقيقة يعني موسم ناجح للنادي الأهلي في كل حاجة من حيث البطولات طبعا والإنجازات كاس سوبر مصر 2 دوري كاس مصر دوري أفرال إفريقيا ميدليا برونزوية كاس علام الأندية الحقيقة بطولات كتيرة جدا وإنجازات كتيرة جدا جدا النادي الأهلي بنفرد بها دون أي نادي تاني الحقيقة في مصر آخر حاجة كمان أحسن نادي في الشرق الأوسط تابع آخر إحصائية وآخر مسابعة عملت يعني الحقيقة طبعا إنجاز كبير يعني بالنسبة النادي الأهلي كنادي أهلي ككيان كمان كرة الصلاة كمان واخد حيس كبير جدا من البطولات سواء سلة طائرة ألعاب الصلاة يعني كتير جدا على مستوى الإنشاءات كمان احنا شوفنا الفخر بتاع يعني فرع الشيخ التجمع حاجة حاجة طبعا إنجاز كبير جدا على مستوى الإنشاءات كنادي اجتماعي ونادي رياضي يعني ما شاء الله أحرم الحي طبعا يعني مجلس دورة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب على الإنجازات الكبيرة لخلال السنة وناتمنى إن شاء الله إنها تدوم خلال السنين اللي جاي بإذن الله أبو علي أنا شايف واحد من أنجح المواسم في تاريخ النادي الأهلي على مستوى أو مختلف الألعاب كرة سلة نجاح باهر كرة يد عملنا فرقة محترمة جدا وقدرنا ناخد بطولة أفريقيا وناخد السوبر الأفريقي وحققنا بطولات محلية على مستوى الرجال والسيدات الكرة الطائرة بالرغم بما بتقال إن فيه إخفاق لكن فريق قدر يكسب السوبر ويكسب بطول يعني بطولات غير الدوري والبطولة العربية غير الدوري والكاس فرت الكرة بقى حدس ولا حرق يعني أنت السنة اللي فاتت ما فيش بطولة دخلناها خسرناها إلا جينا في آخر شهرين يمكن السوبر الأفريقي والدور الأفريقي البطولة المستحدثة وشفنا كوريس كتير وشفنا الأهل اتعرض فيها لظلم تحكيم باين في مختلف الماتشوات أخيرهم ماتش سانداونز وأنا مصمم أن كانت نقطة فريقة في الماتش لضربة جزارة بيرسيتاو كانت تدخل نتيجة واحد واحد التعادل السلبي هنا كان يصعد بالنادي الأهلي ففي كل الأحوال يعني سنة من أو يعني نضع الأهلي حقق 2 في 23 2 سوبر مصري بطولة الدوري بطولة الكاس دورة عبطال أفريقيا وبرونزية كاس العالم وكنا قريبين جدا أننا نلعب على أول وثاني كاس العالم أرقام مميزة وموسم بالنسبة لي من المواسم التاريخية التي تسجل في تاريخ النادي الأهلي بجانب اللعبة الكتير التي قدمتها لمنتخب مصر سواء في تصفيات أو في نهايات أمم أفريقيا كود دفور إن شاء الله اللي جاية تصفيات كاس العالم كان لعبة النادي الأهلي وده الأهم لعبة كتير من النادي الأهلي كل المنتخبات وده النجاح الحقيقي للنادي الأهلي إن يطلع على منتخب مصر لعبة جديرة بتمسيل منتخب بلدها طيب أستاذ أسام برضو في ظل هذه الأمور الكثيرة جدا اللي أتكلم عنها ولكن عندك مجلس إدارة قادر على قيادة مجموعة كبيرة من النجوم ونستطيع بهم الوصول إلى ما يريدوا جمهورينا دينا ما هو ده ما شاء الله الشباب أكيد راس دين بالورقة والألم النتائج وهذه واحدة من أفضل ملسم أنا بقى عايز أقول لك أنه دي واحدة من أفضل الحقب ليه الحقب على بعضها يعني أربع سنين وده السنتين كمان الجدد ليه ده المستقبل اللي أنت كنت تحاول تقول له جمهور وإحنا بنتكلم ومحمد بيقول حاجة عن تسليم يد اليد في النادي الأهلي وكبتحشيش أكد ده في الألعاب الرياضية وفي الإدارة ده اللي اسم مستقبل النادي الأهلي المطمئن زي النزول بالأعمار كده في الفرق الرياضية كابتن بمعنى أن هذه هي موروثات تركها راحل الكبير صالح سليم المايستور رحمة الله عليه إلى واحد من أعظم رؤساء الأندية مين؟ كابتن حسن حمد وبينهما كان من يتواجد محمود الخطيب وطبعا حتى المنس محمد طاهر وكل من عدوا على نادينا كلهم حتى نتاج نفس المساعة التي يطلق عليها مبادئ الأهلي والتيتش الذي لما يضبط يوم بقى لمدير ولا وزير ولا رئيس ولا أي عاجل رجل كان يحمل رايات الأهلي هنا بدأ المستقبل حتى تسليم يد بيد في النادي الأهلي شوف مثلا في ألعاب الصلاة زي ما الكابتن قال ومحمد وأيمن أكيد عندهم الأرقام أكتر مننا كلنا شوف إزاي أنه فورا ييجي خالد في الجيل بعد ما سابقه أقدم كل مالة دي رعوف عبدالقادر وشوف بقى عظمة أنك تختار المبدأ والمنهج وإزاي تحط القطع متكاملة علشان ينتج عنها اللي حاصل ده والإدارة اللي حضراك وصفت تحملها حتى فيما الجزء اللي نقل من أشخاصها وعائلاتها وكذا إزاي بتتحمل ده لتثبيت الفكر والفكرة علشان تمشي بخطتك المستقبلية نهارده سبع لعبين من النادي الأهلي واتنين كانوا يستحقوا بس هو الرجل هو حر وتلاتة من تلات دول الأهلي بمنتخب كامل وقال العجب إن فيهم جون وتفنس ونص ملعب وفرودة يا الله يا الله يا الله شوف هالسورة تمام هذا هو الناتج المحلي روح للباسكت هتلاقي روح لليد روح لتنس الطاولة وأصغر نجمات العالم في تنس الطاولة روح لالتنس الأر روح لألعاب أهلنا نصف مجتمعنا جزء مننا كبير أصحاب الهمم ويدخلها الأهلي وفورا ده اللي انت قلت بالزبط ده المستقبل المطامن اللي تحمل المجلس من كل ما يمكن أن يكون مش عاجبه الأهل مش أقول كاري اللي يكره الأهل هو حر والخسرات لكن اللي مش عاجبه الأهل تحمله الكثير عشان يثبته صحة عملهم الخطيب ليس معه كل الملفات كل عضو على مجلس الإدارة على مقعد والشباب هم موجودين ما شاء الله في التغتال يوم أكتر مننا كل عضو معه ملفة يا جماعة لو رحت تبارك للكابت الخطيب على الإنشاءات والكابت يقولك روح فالملف معه فلان وعلان والإدارة الهندساء يعني مش بس عضو مجلس دارة كابت روح لإعلامة يقولك هناك في القناة حيث كذا هناك في الميديا كما عيشوها وعيشها هذا النجم الخلوق أو الله كابت نحمود الخطيب الوزير الساب العمري فاروق أنا لسه جايلك بقى الذي رفض حتى الاحتفال أو الاحتفاء ده بقى الخطيب الإنسان دمائتين من خالد مرتجي وآخرين بالمناسبة لكن هي مش للشهرة ولولا أن الراجل الكاميرا جابته وما كانش جاب سيرة أنه ليس بينهم اليوم يعني إيه ده إيه الأباء دي لما تروح تقول فيقولك ده كان فعل أحد أهم أفرادنا وهو أفرادنا مننا إخواتنا مش عشان نائب الرئيس خالص لغاية العاملين اللي بيساعدوا من أصحاب يعني المهمات والحاجات دي حتى دول بيكرموا في يوم احتفاء الأهلي مثلا في فرع التجمع الخامس لا ويذكر للقناة أن إدارتها والتزام واحدة إسلام هاب الزملاء المخرجين وكذا المركز الإعلام الجمال والذين معه حتى فكرة التعديل وردة كلنا بنتكلم معاهم في كل حاجة من أحدث موليد الإعلام مثلا لو قلنا على الميديا بييجي ويطرح رأيه والرأي الآخر وما يمشيش قال له هو إما مقتنع أو يقنع من أمامه يا جماعة دي المنظومة اللي محدش يعرف يعملها لأنها ما هياش أكتر من موروث واحد اشتغل لعيب كرة وهو الأهم والأشهر مهارة لكنه ما بيحكيش في الكرة زي اللي بقول أنا محللاتي يا ناس تمام ثم مديرا لفريق نادي أو منتخب ثم حين لا ينتج في منتخب مصر يدفع 57 ألف جنيه أهم الجنهات الجبس في سيارة رحمة الله ليه حاجة يسير العواري في سيارة الحاجة يسير العواري ثم يتدرج مش بقى البيبو والذي كان يحبه أشعر بيك كابتن صالح سليم رحمة الله وكابتن حسن أحد أهم المكتشفين اللي كان على طول بيكون هنا عند الكابتن ماستر صالح سليم عشان يقول له عندنا كذا رحمة الله عليه وربنا يدي الكابتن حسن أنه يتدرج عضوا فكذا فنائب فأمين للاول المكتب التنفيذي كمان اللي هو مطبخ الحكاية ومع هذا لا يؤمن بلغة الفرد عايز حد بقى من الإخوة دول يبقوا مبسوط بالنادي الأهلي هاتبسط إزاي بس ما يجيش على الناس الطيبة الجمهور الأبيض اللي بيتقلوا ده لمجرد إلهاءه بيصعبوا علي والله وده اسمه النادي الأهلي لمن لا يعرف بالأمانة يعني بمناسبة الكلام على هالناس دي أنت عرفت مبالح يعني كلمة تفجاص معناها بجد والله لأنا عايزك تعادل لأن أنا كنت مش عادر أمسك نفسها أرجوك أنا برضو مواطن ومن حق أشوف لا وحوريكم هقول لكم برضو يعني ماذا تعني هدي الكلام والله العظيم لما تقرى الكلام والمعنى ها بنا ها ديكسطة العمر مسعيد صالح زماجي أقول لك هاتو الزمخشاري هو الزمخشاري أنا جبت الزمخشاري لا أنا حاجبها لكم بص والله أنا حاجبها لكم دلوقتي لأن هما الحقيقة يعني هي بص يا أستاذ أستاذ طب أعيما ما تحاول أنت يعني تقول لنا على بعض الأرقام الخاصة ماشي لوقت لما أنا طلع بص لأن الموسم هذا الموسم الحقيقة تاريخ موسم من الموسم التاريخية والكبيرة جدا جدا هنبدأ نتكلم عليه لسنوات طبعا لا عم نتكلم كمان بنختص العام يعني حتى الموسم خلص الموسم خلص وحنا في موسم جديد لك عم نختص لا أقولها على طول يلا ما أبو علي ملوش حل قالك واحد من المواسم برضو منزيش المواسم هي لفظة عامية يستخدمها المصريين لوصف الشخص الذي يتكلم كثيرا ويكون كلامه كثيرا وفارغا ولا معنى له ويكون كلامه كثيرا ولا معنى له ولا سبيل إلى تطبيقه أو تحويله إلى إنجاز ملموس على أرض الواقع وللكلمة أصل في التراث المصري يعود إلى اللغة المصرية القديمة ولها مرد في اللغة الإنجليزية يعني اللي هو الخدعة أو الكذب الضاحك أو الكذب السازك هذا هو المعنى نسمعتك مبارع بس حصلت الجزء بتاع الكذب السازك دي يعني أثرت في دول ما هو كذب السازك فعلا ما أنا بقول لحضرتك ده المعنى ينطبق حرفيا حرفيا والله ما بأهزر سبحان الله يعني أنا أول ما أقول الكلمة دي وأقول مين أنت عارفه ده كلنا عارفين مين الناس اللي بتعمل هذا الكلام فضل قلنا الأرقام يا أيمان الأرقام الأرقام لا تجذب ولا تخدع ولا تتكادل ولا تتحجز الأرقام ما متحجز الأرقام بترصد واقع وحقيق عام الفين تلاتة وعشرين عام تاريخي للنادي الأهلي طبعا النادي الأهلي على مدار أكتر من مئة سنة عنده موسم كتير جيدة ده عام منهم اللي هو اللاحة تلاتة وعشرين نستعرض كده أرقام النادي الأهلي في عام عام عشرين تلاتة وعشرين نتكلم في تمانية وستين مباراة الفوز خمسة واربعين تعادل خمستاشر مباراة خسارة في تمام مباراة نتكلم في سنة كاملة خسرنا تمام مباراية مختلف البطولات تمام خسائر دول في ناس بتطلع تقول ان الاهل نهار والاهل وقع والاهل سايفل ومشوا اللعيبة ومشوا المدرب والإدارة تمام خسائر في عام في ناس بتخسرهم في أسبوع أو في ناس تخسرهم في موسم أو في شهر يعني ما عليناه النادي الاهلي سجل 128 وستقبل 51 وطلع بالكلين شيت 39 مباراة دي أرقام النادي الاهلي في العام ما بنقولش برضو يعني نوضح لناسنا أنا ممكن يقولك طب الموسم ده أمر مختلف ففي العام النادي قالي في العام الحالي زي ما أبو علي كده قال عملنا خمس بطولات من تمانية شاركنا فيه أو لا الستة دي البطولة هنا اعتبرها في العام الجديد فيه بطولة سوبر بتاعت الزمالك دي 22 مام احنا عشان احنا عشان ايه احنا بنتكلم عام 23 خدنا خمس بطولة 23 خمس بطولة 22 دي بطولة السوبر بتاعت الزمالي دي كتبع يعني لما بنجي تبع 22 احنا بنقولها ايه عشان فيه كاس قديم وكاس جديد احنا بنحسبها الكولر لكن في السنة لا وفي السنة الكولر خمسة لكن كإجمالي بطولات كولر معنا اللي ستة وبرونزية ايه وبرونزية لنا مزيد تم صامر وانجاز عشان الناس محدش يزعل البرونزية مش بطولة البرونزية انجاز خلص ايه سهل ايه بسيطة برونزية كابتن الاسلام هناك فرق واضح البرونزية انجاز عشان باسنر الناس بتزعل يعني معرفش ليه لما نقول ان النادي الاهلي خد ميداليا برونزية في كاس العامل الاندية الناس بتزعل ليه لما بنقول النادي الاهلي مركز ثالث عالم الناس بتزعل هو مسمى البطولة كده فيفا كلاب وورلد كوب انا مليش دعوة الفيفا هو اللي مسميها مش انا مش جمهور الاهلي فالنادي الاهلي فالفيفا قال لك هو اه 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 اصلا مش سبت اذا كان انت اصلا اه بيجابين بتاع كده مسدس بتاع كاف مش فيفا سميهم كده عشان يقول على طول الناس حتى اصلا يعني المان سيتي طبعا حضراتكو عارفين اللوجو بتاع البطولة مريال ما دم اخده وحط اللوجو لانه شاله انه خلاص ما بقاش ما بقاش البطل بيلاقي عليكو يا جماعة يا جماعة جمهوركو يستحق احسن من كده لما تقولي على واحد علامة عشان لايه بالنهاية مرة تقول ايه اللي راح تسع مرات كل مرة بيدغدغ كل اللي بيلعبهم في القراويا يعني وبيدغدغ اللي دغدغ اللي في القرى اللي جنبينا وبيدغدغ اللي دغدغ اللي في القرطين على بعض ثم يذهب ضمن اربعة دغدغوا الباقيين فيعملوا بتاع كده تلات حدد يقفوا وييجي الراجل انفنتينو حتى لو مترفع بالبتاع زي افلام زمان يروح قايل ان دول اهم اللي كان مرفعو حد لابس طاية لخفة طاية طبعا ما على يظهر ازاي ما عارف لو مش الاهلي كان ظهر بقى الراجل لكن الاهلي جايبين له طاية لخفة عام الاهلي لو التصالات بمصانع طاية لخفة فده عام عام يجب على جمهور الاهلي نادي حتى في البيوت عزلونا والله لانه اللي بنسمعه كتير كتير اه يعني واحنا على قد بنقدر بالرد يعني بنحاول فهي الفكرة كلها ان لا ان النادي الاهلي فخر الصناعة المصري النادي الاهلي قوة من قوة مصر النعيم اه النادي الاهلي يستحق هذه المكان لان النادي الاهلي بيتعب مع احترامي ما حدش محدش بيدي النادي الاهلي اكتر من حقه النادي الاهلي النادي الاهلي نهاردة بيصرف على زي ابو علي وكابتن محمد حشيش وكابتن واستاذ نuffison صيام بيتكلموا وحضرتك في البرامج. نتكلم على إنجازات الصلاة. العيبة رايحة منتخب. النهاردة عندنا أعتقد لعب عمر زهران. سوى عمر زهرات. إصابة رباط صليبي. النهاردة تعرض لإصابة رباط صليبي. هيغيب. مين اللي هيعالجه مثلا ويأهله. النادي الأهلي. النادي الأهلي بيعد لعيبة للبطولات الدولية. بيصرف على ألعاب قد كده. البطولات دي ما بتدروش داخل. يعني النهاردة. لكن ليه؟ لأن ده من دوره. دوره. دور النادي لأهلي المجتمع. فالنهاردة النادي الأهلي لما بيفتح أربع فروع. عنده أربع فروع بيقدم فيها خدمات لمصر كلها. نهاردة ما يفعش يجي حد يقول لي أصلا. انت عندك أربع فروع. لأ احنا ما عندناش أربع فروع يا ما بتتاخدش. شوف انت بتصرف قد ايه. عشان يبقى عندك الحاجات دي. كم واحد مصري اشتغل في الأربع فروع. فروزي جسل. شوف بتفتح كم بيت وبتصرف على كام واحد. انا فكرة ما عليش شكرا معها. انا بعد اذنكم. انا موضوع الفروع ده. انا ما بحبش اقول فرع. لأن كل مقر من مقر. مقر؟ هو لا احيا. هو مقر. انا بكلم احيا. طبعا. انا بكلم انا لي. انا كراجل اهلاوي بقى. عليش يعني. وحضراتكم كلكوا دخلتوا كل المقرات وشوفتوا. انا بقولها دايما مقر. والمينة بتنقع علينا بس. اه. طبعا. كويس على فكرة. ولكن انا بقولك رأيي. في هذا الامر. ان ده مقر ندي الاهلي. طبعا. الجزيرة مقر الاساسي وكل حاجة. ولكن مقر ندي الاهلي في الجزيرة. طب هو معلش. هو مقر ندي الاهلي في الشيخ زيد ده. يتقنع علي فرع. لأنا اقول له حضراتك بقى. بهذا الكمال الكبير. فأنا اقول له حضراتك بقى. في الاسلام الاهم بقى. ان هناك دائما بين قيادات النادي الاهلي او حزبة النادي الاهلي. في من يخرجوا ككوادر جيل بعد جيل. انك ترتبط باسم. مش هقول بقى نادر الوطنية. من الوطنية دي. مش هنقعد كل واحد يقول له الوطنية. هو انت جزء من وطن. فبترتبط بخطة التنمية. الله طبعا. حين اقيم فرع مدينة ناصر يا جماعة. كانت المنطقة تحت التنمية. كان امتداد مدينة ناصر ما يصل بعد الى زي المرحل. الحمد لله. الشيخ زايد نفس القصة. نفس القصة. التجمع. حتى الجنبنا دي هناك. التجمع. بتكبر بسبب وجود جزء منها. استاذ محمد عبالي. اللي هيجي من السويدي ان شاء الله. عامل حاجة مهمة جدا. قال لك شوف في كم حد بيشتغل هناك. شوف بقى في كم حد يشتغل في تنمية المنطقة جمعاء. على رجال استاذ معي اسماعي. بما انه بقى فيه فرع النادي الاهلي. حاولت بيحصل تعديل يقولها زي ما هو عايز بقولك. ساعة انا بغلط على فكرة. او بغلط. ساعة انا انا ما بحبش اقولها يا فرع. انا بحب بقولها مقار. بس قال لك في الصحافة في الصحافة المكتوبة لازم ناخد ده بده. لكن هو مقار اربع مقار للنادي الاهلي. مقار رئيسي والبقية. يا عايز اقول لك الناس بتقعد تحسب بتقولك النادي الاهلي. 10 مليون دولار السنة دي حصيلة الجوائز. طب حد فكر يقول النج이 الاهلي صرف كام مليون دولار عشان خطر ياخد البطولات دي وبانجازات دي.هالكاف قد يقول لك. مستب Kush retrاح أبطاله هذا الأفريقيا بياخد أربعة مليون دولار هل حد عارف أن النادي الأهلي ممكن يكون بيصرف أكثر من أربعة مليون دولار عشان ياخد البطولة دي فالناس لازم وهي بتتكلم عن نادي الأهلي وإنجازات النادي الأهلي مش بيقول لك ادي له حقه يعني انت لو حتى ما بتحبش النادي الأهلي عارفت له قال له قال لك أطهر الطار ضيع ضربة الجزاء الأهلي دخل له تامانية مليون دولار انا مئة. طيب رزق بتاع ايها ده. رزق ربنا. خد دورة افريق خد اثنين ونصف وخد الدور والاعف الدور في خدمة الوصف وخد ربنا بيكرم النادي. وخد برونزكس العالم مش عارف بكل ده وصله عن طريق كرم. اصد عسام شلتوت ايها بيتكلم عن المستقبل والادارة وعمل. النهاردة كرم ربنا بيجي ليه؟ او ربنا بيكرمك ليه؟ عشان انت بتشتغل. هل انت الناس هتحط رجلي على رجلي ومش هتشتغل وتفضل تقول مبررات وصلت. هنوقف على هل انت صح ماتش سانداونز عندنا كان فيه مشكلة. لكن احنا لو هنفضل نوقف عشر سنين عند ماتش سانداونز في الدول الأفريقي. نحنا ما خدناش بيلن. طيب اللي بعد كده. عارف ايمن عافا محمد لو التحفيلي انت عندي يلا عم يا ابتو ايمن الطار مفهومة في الكورة. لكن ده حسك ان ايمن الطار كان بيلعب هندبول وتحسبت لكورة الطارق. او الله حسك انه ضايع بيلن في هندبول. والله لو كلام ده بيتقال من مشجع عادي. ليه؟ لان ده احساس المشجعين الطبيعي. لكن ميفاش قل من اللعب سابق. ميفاش قل من اعلاني. ميفاش قل من اعلاني. ميفاش اصابق كابتل حسين. ما ينفع. ميفاش قل لك على حاجة ده ما خفيفة. البعض يعني قال لي ان الناس اللي هي بتعمل ده عشان يبينوا الادارات البيضاء ان هم معاها وضد الاهلي. قال لك ايه حاولوا يخلوا واحد في الاثنين خين فما عارفوش. ليه؟ عايز يقول الاهلي قبض اطهر الطار عشان يضيعها. طب التاني قبض عشان يعني يصدها. فما نقول ليش تعريف. يا كابتن. يا الله. يا عبد الاثنين بأ? ولمفروض كان يقول عبد الاثنين ولو المفروض كان يقول. كابتن كبير في النادي الاهلي كابتن محمد الحشيش الاركوم دي كلعيبة كورة وكرياضيين. بعيدا عننا كصعافيين. على فكرة هي حقيقة الاركوم لا تكذب ورقة الناس. هل الاركوم دي ينفع تتجاب من غير عرق وتعب؟ هل ينفع تجيب الحظ؟ أعرف عايز تعرف الأهل بيكسب ليه وبيوصل لله الأهل في فترات كتيرة من تسعين لتلاتة وتسعين ومن ألفين لألفين وتلاتة مر بمرحلة إحلال وتجديد المرحلة دي كان الأهل بيحصل فيه دروب جامد قوي والجمهور كان بيبقى متضايق وفيه فرق بتظهر لما الأهل بيحصل مرحلة إحلال وتجديد دي لا ما بقاش لازم لا ما بقاش يحصل لا ما قصوتي الجمهور لازم يفضل على قلقه الآن من ثمان وشهور الأهل بقى من التخطيط هنا أو الشغل اللي بيتم والناشفخ ده باله منه والأهل لما يجيب مرحلة عطية صغيرة ويجيب إمام صغير مش عايز يستنى ما يجدد مرة واحدة مش عايز يستنى ما يجدد يعني الأهل بقى دلوقتي من بعد الفترة بتاعت ألفين يا صوز عصهم لألفين وتلاتة بقى فيه سيستم محطوط وبرس ده مع لجنة تخطيط كابت الخطيب حتى لما تولى الدروب لما بيحصل بيحصل في الموسي أو أقل من الموسي موجود تخسر بوتاكن بتاخد بطولات يعني ما فيه سنة صحيح ما خادش فيها بطولات صحيح من أبرز الحاجات اللي نقف عندها في 23 أو الفترة اللي الفاتت دي إن الأهل من غير ما حد يحس بينزل بمعدل أعمار السنية بتاع الفرق يعني إمام صغير رضا سليم صغير عب مرعم صغير صطفى شبير صغير عندك أكرم وهاني 25 أكرم وهاني وكوكا كريم الدبيس زعلوك موجود مع الفريق الأول كتير طاهر حتى كهرامش اللي هو كبير بعندك دلوقتي الجيل اللي هو بالحظ معه لغاية الأرض يعني أنا أبرز للناس يا كابتن يعني مش ممكن ما هو الناس ما بقيتش خلاص متداركة أنا أبرز للناس ممكن تكون أنت مش فاخد بالك من حاجات بس دي بتأدي في الآخر إن الأهل يصلى الله لك الكبير ده بالدولار أو يأخذ الكام ده بالبطولات أي دور لجنة التخطيط مثلا أنا كنت دايما أقول للناس أن أنا عارف القصة فأنا كنت أقول لهم دايما يا جماعة دور لجنة التخطيط ده مثلا في النادي الأهلي تحديدا هو شيء طبعا اللاعبين وكذا وإحنا عايزين لعيب وعايزين الأصحاب نجيب كذا دلوقتي فنجيب وكذا ولكن على الجنب الآخر الناس دي بتاعوا تدرس السنة الجاية زي والمثال اللي بيقال في هذا الأمر إن السنة اللي فاتت من الثلاثة اللي كانوا بنعب في نص الملعب عندنا مش اللي فاتت يانج وحمدي والسولاية خلاص السنة دي من الثلاثة اللي بيلعب مروان وإمام وكول مروان وإمام طبعا ده الكلام أنت بتقوله بقى صح دي الفكرة إن انت بتجدن بغير ما حد يحس انت بتجدن بغير ما حد يحس بتنزل بمعدة الأعمار السنة ولا حد يحس حمدي راح ما بتستناش إن يجيلي يعتزل أو تلاقي لعيبة راح يتقع منك فتقع وتبتدي تشتغل آه خدنا بعد من 93-94 خدنا سبع سنين دوري الحقيقة صح لأنه حتى الخروج للاحتراف يعني حمدي كان موعود مع مواسم جيدة وأنت حقق يعني في موسم أو غيره فخرج في توقيت أعتقد إن ده بقى ضمن الضبط أبعاد الحظ كمان غير كرة في الصلاة بقى في السلة وفي الطائرة وفي كذا وكذا وكذا لا اشتغلت وخططت صح للي ديفيد ديفيز مثلا ما جاش اعتباط ديفيد ديفيز واحد من أفضل المدربين في العالم اللي بيعرف يصنع فريق ويصنع جيل جديد حتى لما تكلموا على إسلام حسن قال ما يفعش بكابت الفرق عندي ساعة الكابت بتاع الفرق وأنا عندي لعيبة معدل بعمل عشرين واحد وعشرين واثنين وعشرين وبابني فريق يقعد وقت عطو فترة كبيرة ياخد بطلاط نفس الكلام أغوستي بوش لما جاي مسك في فرقة السلة فرق هايل مع كامل احترامنا لكل مدربين طبعا بعرصهم كابت واشر في توفيق واحد من أفضل مدربين كورت السلة في مصر لكن لما تشوف مع أغوستي بوش التطور اللي حصل في فرقة الباسكت وليه الأهلي جاب أغوستي بوش البدري علامة يوب لو كان حاب يكمل تدريب كان ماشاء الله محمد يوسف كابتن أسامة عربي طبعا وبالتالي حتى ده كافرينج اللي انت بتقوله عشان بتتابع على طول انت وأيمن ده طبيعي لكن افكركم كمان بحاجة أكثر أهمية ضمن منظومة التخطيط يا جماعة العاب الصلاة بتجيب دخل مش الكرة آه بس الأهلي خلاها ولدها دخل بحسن الإدارة إحنا مع السلة أنا بقولك انت على طول موجودين العاب الأخرى من نسبالي زي كورة القدم بذلك مكورة عشان كده بقولك بس دي اللحطة لنا لقطاع دينا في ساعة من السنين نفسنا على الفرق اللي بتلعب على مش ان انت تلعب بقى تلعب من المستوى التاني متوصل بك الحال دلوقتي بتاخد بطول أفريقيا بتاخد البال وبتاخد تلعب كاس عالم البال بتلعب تاخد أفريقيا بتاخد كاس بتاخد دوري بتاخد سوبر بتاخد دوري مرتوي نتذكر دائما نعواج فيه يا رب ان شاء الله نائب رئيس النادي الأهلي ودعواتنا الدائمة لي يا رب يا رب لما قال انه في معجزة يا رب العالمين هذا الرجل حقيقة يعني رجل أهم من ميزاته غير حسن الخلق وغير انه رجل ما شاء الله على خبراته كمان كان جابر للخواطر لم أرى أبدا يحرج أي بنا أدم حقيقة نتمنى له يا رب دائما معجزة تحصل يا رب يا رب ولانه زي ما قلت لحضراتكم وأنا بحاول كل يوم أقول أو أقول بعض المعلومات عن المرض ولكن هي المعلومات الواضحة والوحيدة أنه في غيبوبة بينها دائلا بينها دائلا هذه هي المعلومة الوحيدة الواضحة دعوله يا رب يا رب والنهاردة تحديدة لأن بكرة برضو فيه فيعني أتمنى أن حضراتكم برضو تدعوله النهاردة ان شاء الله ان شاء الله يرجع سالما غانبا يا رب بشكل بسيط بشكل كامل ان شاء الله خلونا نطلع فصل وبعد هذا الفصل نرجع على تقرير تقرير حيقول لنا أهم الصعوبات اللي هتواجه ندي الأهلي في الموسم القادم ونتكلم فيها معنا جمع الجبار أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين عام أنهينا عام 23 وننظر لعام 24 كابتن حشيش بكل بطولاته وكل صعوباته طبعا النادي الأهلي هيوجب صعوبات طبعا خلال السنة لأن برضو نتيجة الازدحام البطولات والبطولة اللي استحدثت وتعاملت كان نتيجة أن النادي الأهلي تأجله مباريات كاس أمم أفريقيا اللي جاي اللي حيبدأ خلال الأسبوع اللي جاي حيبقى برضو تأجلات كل ده ضغط مباريات على النادي الأهلي غير اشترك النادي الأهلي هكمل بقى في بطولة أفريقيا دور الأبطال العادي فكل ده ضغط مباريات وإحنا يعني زهقنا بقى من مضادة بصراحة بتاع ضغط المباريات دي بس هو ملوش حل هو الحل الوحيد أنه كان يتعامل من أول السنة أن أنت بتستغنى عن مثلا بطولة معينة زي ما النادي الأهلي حاول يعني فكر أنه يعتذر طبعا عن بطولة الربطة يعني هذه اللي ممكن يقدر يستغنى عنها شواء لأنه منفعش في وسط الكلام ده كله وإحنا مش عارفين نكمل الدوري نخش في بطولة الربطة لازم بقى فيها إعادة ولازم بقى فيها يعني تفاهم بين الأندية كلها بحيث أن الصالح العام وهو أكتر نادي متضرر هو الحقيقة النادي الأهلي فلازم الناس التانية متعاونة لإصلاح الكرة المصرية أو مصار الكرة المصرية أو المنتخبات المصرية عن طريق يعني زبط بقى الموعيد وتبتدي بقى في وقت الطبيعة والناس تاخد راحات وكده فنأمل يعني إن شاء الله أن السنة دي تعدي بقى بالزحمة بتاعتها لاتما تخلص يعني السنة المليانة دي حسيب المنتخب لأننا نتكلم عن المنتخب يا أبو علي ولكن الأهلي ما بعد فترة المنتخب أعتقد الدنيا ستبقى صعبة شوية هو الميزة اللي عملها مرسل كله صعبة في الدموطات يعني الميزة اللي عملها مرسل كله السنة دي هي فكرة الوتيشن الكتير للراجل عام جاهز مجموعة كبيرة من اللعيبة وبقى عندك في كل مركز مع التدعمات بإذن الله اللي تحصل خلال الفترة الجاية هيبقى عندك مرونة أن أنت فيه في كل مركز لعيبة كويسة من الحاجات الجميلة كمان في النادي الأهلي أن أنت دلوقتي بقى مرسل كله مرسخ عند اللعيبة أن كل المتشاط بالنسبة لي بطولات وحتى لو أنا راجع من بطولة أم أفريقيا أو راجع واخد ثلاث عالم بلعب السوبر بمنطه القوة لو كان زمان بيحصل كده لو فاكر قبل بعد مبارات سلمية كانت تكلمنا أن ساعات بيحصل ضرب وحصل معنادي ألف فترات كتير تاخد بطولة بترجع عندك لا الراجل مرسخ في زهن اللعيبة أن أي بطولة هلعبها حتى لو أنت مجهد حتى لو أنت تعبان حتى لو أنت جاي واخد كاس العالم نفسه مش برونزية إحنا هنلعب وهنقاتل عليها عشان ناخده فالأهلي أنا على يقين أن يقدر إن شاء الله يتجلب على أي صعوبات ممكن تقابله زال إرهاق مثلا من مشاركة لعبته في كاس أو بطولة الأم أفريقية لكن رسالة لعبة النادي الأهلي مهمة جدا إحنا عندنا كاس مصر قدام زمالي بشهر مارس عندنا دورة عطال أفريقيا عندنا الدورة الممتاز عندنا ارتباطات مهمة جدا الموسم اللي جاي جمهور الأهلي هو سيستيمه غريب جمهور الأهلي بحسبش أنت خدت إيه جمهور الأهلي ده أما بفتكر لك أنت خسرت إيه ودي طبيعة يعني في جمهور النادي الأهلي فرسالة لعبة النادي الأهلي حملكه تقيل بس أنت يعني آه عندك ضغوطات وعندك جمهور ما بيونيش كل سجرة كابتل تبو جاين من كاس العالم يقول لك الدورة يا أهلي خلص الدورة يقول لك السوبر يا أهلي مش عارف إيه الزمالي كده فدايما جمهور أهلي كده فلعب النادي الأهلي زي ما ربنا بيكرمه بشهرة وحب الناس وملايين وزي ما ربنا بيكرمه عليه حمل جامد فغصبا عنه لازم يتحمله وإحنا وصخين في يوم العبة رجالة فرحوا جمهورهم كتير أول فترة أغلبهم متخنين مع بعض يا أخي أغلبهم متخنين مع أمام وكهرابة مش عارف قلب على مين وكلر فاشل وقط اللبس وخلت بيبو مش عارف إيه مش عارف خلت بيبو باين ما بيعرفش الدكة فيه سب مودست و حاجة غريبة وكتشفنا أن لعبة الأهلي عادي وقت أجزتها ومعظمهم قاعد في الأمراض أقول لكم بقى نكتة النكت في مباراة الأهلي والإسماعيلي قصدي والمصري درب القناة يا جماعة حصلت مناقشات يعني حسب الزمل ما قالوا لي بعض الزمل يمكن خدوها صبت ورق مناقشات مدرجات في المدرجات لا دي مش مناقشات الفيديو اللي أنا شفته ده مش مناقشات يا سياد الفضل المشد ده الموضوع اسمع بقى اسمع بقى الموضوع أما قيل لك إيه بقى إياه وجمهور الإسماعيلي يا جماعة معلش جمهور مضغوط عليه والله هذا حدث جمهور مضغوط عليه وعصبي أنا بحبه وبحب جمهور المصري برضو لكن جمهور مضغوط عليه يا ما الآلي فراغوا من لعيبة ايه في ناس ده في ناس يتخنوا مع بعض أبسل باللغتي أو الله في ناس يتخنوا مع بعض في المدرجات في ملش الإسماعيلي والمصري إيه اللي دخل إيه اللي جاب القلعة جنب إسماعيلية صعب جدا فالآلي طبعا مشروع فشل زريع أو الله كان بيحصل حاجات مثلا في الجماهير بتنفع ده حماس زيادة يجي عن جمهور الأهل يقول لك تهتدفع فلوس عشان خاطب جمهورك ده حاجة يعني ده كارسي هو ده يختلف عن إيه إن الأهل الشركات الرعية بتديله أكتر عشان خاطر جافية إن الأهل مش رائق أهل إسماعيلي ومصري أنا أعرفش ليه أو إيه اللي حصل أنا أعرفش المقاعدة إسماعيلي مضغوط عشان أهل بيفرغ أشان يهمة استحمله الأهلي إنت لا فيه أشان طيب نروحي أروح لك أي من سريع العالم الناس بطلت بالها بليون سريع والله والله العزيمة يا جماعة أنا زئت طيب هقول لك حاجة مع الأهلي بقاله كم سنة ما نخدش حد من الإسماعيلي هو كان خد حد من الإشخاص لا 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 بقى لا 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 بقى 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 بeredة بكرة أنك تتنور للناس حبيبي هو ما يرفعش الكلام ده عارف ليه ما يرفعش ناديم التفقيل عليها لا أعلمش ليه أساساً ما يفعش نتكلم فيه ليه لأنه معنى كده أن أنا أقول بقى منشستر سيتي العاب اللي جايبها جايبها مثلاً من برشورونة فيبقى بفرغ برشورونة يا جماعة الكلام ده غير صحيح الكلام ده ميروش علاقة بالاحتراف ولا بلاي علاقة بالاحتراف اللي بيتم تطبيقه من الألف لليا قلنا يا كابتن قلنا إيه قاله لو مش حافز أه يا برافو عليه في نفس الكلام، انت بتقول كذا طب الاهلي بقاله كم سنة عامة ماخدش العامة من الاسماعيلي؟ الاسماعيلي عنده مشاكل، هل ده ليه علاقة بالاهلي؟ هل اسماعيلي عمل ماتش حلو جداً النهاردة؟ طبعا، 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 دي مشكلة انا ما عندش بتكلف حضراتك في الانترو حللت الماتش واتكلمت بيه اتفرجت عليه؟ طب ناس ليه ما بتحللش؟ حلله الماتش نعم، هو قالك هون في ناس الغرض الرئيسي هنا هو الوصول الى ان الاهلي بقى في الموضوع طب هو حد سادة بقى كلام ده؟ يعني قالك كده ما قالكش ان الاهلي ما بيروحش يلعف اسماعيليا، ما سوف لا ليه؟ طبعا، لدي تعدي لكن ابو عالي انت ما انت ما كدتش بالك فرغ من ايه في الليل؟ الجمهور الاسماعيلي هو عارف سر عصبيته مش الماتش ده في الفترات اللي فاتت ديك منه مضغوط من الاهلي اللذي كان قد فرغوا أنا معي حاجة حلوة والله الكهرباء والعالي معلول أنا عايز بعالي معلول عشان ناشا عيد ملال معلول عالي معلول كسان طيب باني راجل جابه يسرى معا زميل باني زميل يعني طبعا علي معلول واحد من اهم اللاعبة المحترفة في تاريخ النادي الاهلي علامة فريقة يعني بجد وفعلا نقدر نقول زي ما نقول مثلا بركات ابو تريكا كابتن اسلاف في الجيل الحالي في السنين الاخيرة علي معلول عصر فترات كبيرة جدا مع نادي عصر أوقات صعبة وأوقات حلوة كتير يعني علي معلول لو استعرضنا كده برضو أرقامه سريعا وحنقول له كل سنان طيب عيد ملاده الأربعة وثلاثين ويعني يعني لسه علوة صغيرة علوة خلي بالك لسه ثلاث أربع سنين كمان أنا وجهة نظري بأمور الأهلي بيستخدم الكبلقة والجملة بتاعتهم نلاقي زيك فيني عالي زيك فعلا رجل أخلص للنادي الأهلي يعني بكل بكل معاني ويستحق المكان اللي هو فيه يعني بس كابت الإسلام نتكلم المباريات بالتأريكة متين وسبعين خلي بالك ساعات فيه مباراة طوعة بطولة عربية بطولة سوبر تماما ساعة 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 علي معلول رقم خمسة أو أربعة في كبات النادي الأهلي حاليا يعني ده برضو حاجة كبيرة كلعيب محترفي ووجود في الترتيب والمتقاط فالنهاردة بنتكلم في حوالي كناوي السلية هاني علي فيه رامي ربيعة كمان هو رامي فالنهاردة بنتكلم مباراة متين اتنين وسبعين لباكليفت بيجيب واحد وخمسين جن بيعمل تسعة وسبعين أسست مساهم في مية وتلاتين هدف مع النادي الأهلي حوالي مية وتلاتين ممكن يبقوا أكتر شوية أو أقل شوية بس ده رقم ده رقم لباكليفت علي معلول على فاك في فترة اتقال يعني ايه النادي الأهلي يجيب باكليفت أجنبي اتقال كده فالنهاردة لأ بس بطولات علي معلول مع النادي الأهلي في المواد خمسة دوري تلاتة كاس مصر خمسة سوبر مصري تلاتة دوري أبطال أفريقيا اتنين سوبر أفريقي تلات إنجازات تتعلق بالمدالية البرونزية مش تلات بطولات عشان ما عادش يقول لي انت بطولة على كاس العالم الأنداب برونزية بطولة 18 بطولة لاعب شوف العالم التونسي وبيتكلم عن العالم معلول والأهلي طبعا ومدى الاعتزاز ومدى الافتخر كله في دبي مدى الاعتزاز والفخر بأن علي معلول دلوقتي واحد من أهم سفير تونس في مصر وخير من مثل شعبنا مع أشقاءنا المصريين فعلي معلول النارطة للأمانة كمشجع أنا عايز أشكره للأمانة أنا معلول أنا عايز أشكر علي معلول على كل ما قدمه ومعسه وقدمه إن شاء الله للنادي العالم كان علي معلول احتياطي جمهوري أهلي كان بيتمنى ان الشفاكر كان رام ربيع يخرج تبديل وعلي ينزل عشان علي يحط الشارع ويشوفه علي لبس شارع بس كمهوري أهلي من خطر حبه والسلائة اللي نزل خد حرقه بس أجابت إن كمهوري أهلي يتعلق بحده بحس إن هو مخلص بحس إن هو بيقاكل عشان اكتشيرته قبل ما تطلع على الحرير أنا أفتق علي معلول حكا بعد القضية مع الإعلامية منشاث لي على واقع حصائيته هو بيقولك أنا من كتر من النصر يعني مش مصدق اللي بيحصل إن عامل ديليفري راح له بالأردر على بيته بعد البطولة دي فبيقولك لما فتح المرداشي حاسبه عشان خاطر حباً فعلي معلول قال له لا ده كل حاجة حلوة بتبقى بدايتها علي معلول تماثل معلول أسست الوداد معلول آخر معلول فأنا معلش أنا آسف إن أنا يعني كلمت عنه بس فعلا أنا كان مشجأ وحاسس إن علي إن سنة الحقيقة الروبط آيان كان جلبرتو آه وآيان كان وقته في الملعقة دي نشيت كده وجلبرتو حبيب جد يعني هو في علاقة بينهم يا سنة الحياة طبيعي جدا والكلر الفاشل قال حاجة مهمة إنه اللعبين الخبرات أو الله فعلاً لابد من وجودهم وإنت قلتها مرة اللي هو هيتطلع لك بقى البديل هيتعلم منه في قط اللبس وأكيد الكابتن في وقت من الأوقات كان دليل لحد من الشابات طالع وحضرتك حد شافك أو أنت شفت الجيل اللي قابلك ده طبيعي جداً كل اللعيبة الصغيرة علوة كل سنة وانت طيبة حبيبي ده ما عايز تقول حاجة عشاناً كل اللعيبة الكبيرة اللي طلع من النشئين الأهل أو الصغيرين وتقلقوا لعبوا مع اللعيبة عظام زي علي معلول كده تشوف كابتن سيد بداية تشوف اللعيبة كتير مهاجمين في ند الأهل متعب أو هو يعني اللعيبة اللي طلعت من قطاع النشئين وكسارت الدنيا طلعت جنب اللعيبة كبار وحسام عشور قدروا يحتوهم ويضمهم ويدخلهم جوه مصر أو أجنابي أخر حاجة بس أكبر دليل على فاشة الكولر برؤية زمال كوي أو الله كابتن حلم طولان مع زملاء يعني بس مش في القنوات يعني في في اليوتيوب معهم بيسئل سؤال ولا يعرف أي حاجة غير أنه لسه مسؤول الراجل على الهواء مباشرة لعبت الأهل يا كابتن منهم من راح المنتقب شكر طبعا الراجل أنه ما خلاش الأسبوع الأخير يتلعب فيتوريا أنه كان عايزين مزيد من الوقت طب لو أنت يا كابتن قال لهم أقول للعيبة دي نملكه 10-15 يوم نفسه أشوف اللي قاله كولر إلحقه ده قال اللي اللي عيبة 10 تيام ما تشوفوش الكورة إزاي يا قدع أنت وأوه أقول الراجل ده بقى كمان آه بس ممكن هلم طولان كمان فاشة إيش عرفه اللي وقف له وقف له بتقيت لقفه ما خدتش بالي سنة وانت طيب عله وتستحق كل الحب وكل التقدير علي معلول نجم النادي الأهلي كل سنة وانت طيب 34 سنة سنة إن شاء الله رب ناديك العمر والصحة كل سنة وبيلعب هو عنده 40 سنة ومتقلق وبيجيب كل حاجة في الدنيا علي معلول كل سنة طيب ربنا يحميك ويعني ويخليك ويخلي حبك وجمهور النادي الأهلي أبو كريم هو هو مش كده أبو كريم أبو كريم صح مضبوط كابتن عشيش منتخب مصر القيمة اختيارات رؤيتك كلنا هنتكلم طبعا زي ما حضرتك عارفين طبعا الاختيارات شايفة كويسة ولو إني كنت برضو يعني في حتة المدافعين بالتحديد ياسر إبراهيم كان أولا هو يروح طبعا مع المنتخب لأنه بيمر بأزمة فترات رحية من اللقاء البدنية والليقاء الفنية وعمل مغارات جميلة جدا خلال الفترة اللي فاتت كذلك برضو حسين الشحات يعني كان شايف اللي كان موجود لأن حسين جوكر في حتة نص الملعب وحتة الأطراف يعني يمكن هم دول الحاجة على رغم برضو لأ من حبي لأحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميز وواحد من اللاعبين أو حراس مرمى الجايدين كل حيوان خلال الفترة اللي فاتت لسه مصاب ناخد مثلا بلاش أهلي مش بلاش أقولك أهلي خد محمد عوات خد على بسام جنش أي حد من الناس الرجلي في الملعب وبيؤدي بشكل جيد مع طبعا موضوع حسين ده برضو غريب وموضوع لكن في النهاية كل الدعم بقول إن الفترة الجاة بقى الاختبارات صعبة الاختبارات الحقيقية الخواجة طبعا خلال قاس الأمم فرق قوية فرق نص نص وفرق ضعيفة كله فرق قوية باختبار حقيقي نتمنى إن احنا بعد الفترة الكبيرة اللي بعدنا فيها عن آخر بطولة 2010 إن احنا نبتدي بقى نرجع يعني المكانة من الأساسات طبعا أنا شايف إن عندنا منتخب محترم جدا يعني في كل المراكز لعبك كويسة جدا شفت منتخب مصر في مباراة الجزائر منتخب عنده شخصية منتخب عنده حاجات كتيرة جدا نقدمها بتلعب مطرود منك محمد هاني كان من بداية الشوت التاني أو مش فاكر كان في الشوت الأول آه كان في الشوت الأول وبتتقدم على الجزائر وانتشارك أفضل بتضيع فرص كتيرة لا روي فيتوريا بالنسبة لي مجيل فني محترم أنا بس كان تعقيبي على ياسر ياسر بيقدم مردود محترم جدا فترة يفاتت بعتبره هو عبد منهم أفضل سردباكين في مصر فيه هارموني بينهم وفيه يعني وكنت بقول حتى لو الرجل هيلعب فيه المنتخب ياريت يلعب بياسر وعبد المنعم ياسر مقاتل وعبد المنعم عائل جدا والاثنين عندهم سرعات والاثنين عندهم كورة كويسة عندهم روح عالية حافظين بعد خلي بانوا محتاج اتنين يكونوا فيه انسجام بالزبط فبغض النظر مش هنوقف عند الموخف ده كتير عندنا مهمة وطنية الناس كلها بتتكاتف خلف المنتخب حتى جمهور اهل لما اتكلم فيه ناس تقولك عام طب كويس مهاريح اتنين ما لايه ناس ببسطهاش كنا ناس ببسط من منتخب مصر وعايزين نادي الاهل بقى فيه عشرة واحداشر وبتاع فالفترة الجاة صعبة محتاجة تكاتف واتمنى بقى يعني الناس كلها ترسخ كلما سواء اعلام او سوشيال ميديا لمنتخب مصر لحد ما ربنا يكرمنا وإحساسي هنوصل لحتة كويسة أو في البطولات شوف كابتن اولا لو قلت ان فيه مثلا مسألة مدير فني يتولى مسؤولية كان يمكنه البعد عن كل النوش ده بين كل سين يعني ويعلن قائمته لكن واضح انه لازم اتحاد الكرة يعمل ريفريش للتواصل بينه بين الميديا عشان الجمهور والشعب بقى المراتي الجمهور شعب كان اللي هو فكرة 55 من البداية دي اسمع القائمة المفتوحة كل اتحادات في كل الدنيا بتطلبها الاتحادات القرية ثم منهم الناس كانت فاهمة ان الراجل اختار كده يعني كل دول عشان يرضي ناس مش عشانه الحاجة الاهم هو اللي جابه لنفسه هو فتح باب التبرير واول ما تفتح باب التبرير زي ما يكون حد يكلم ابنه فيبدأ ابنه عايز يقوله بس هقولك وتبريره بس لكن انت من الاول قولها هذه قائمتي هذا ما اصبوا اليه انا وهؤلاء الرجال ودي اللي عارف مين اللي قاله ياسر ابراهيم الكل حاوله ان يخليه يجيبوا لنفسه برض يقول فكرة كنت اتمنى حتى يكون موجود طبعا كله عن نفسه لكن الراجل كل اللي قاله قلبي مع الرجالة دي كلنا قبل ما يقول كان يا مكان في نفسه اخدم بلدي لان المرات دي خدمة بقى لا هو عقد نادي ولا ملايين ولا حاجة خدمة لبلدك وجمهورك هنا هو لما فتح الباب ده لازم يدي لك الفرصة ان انت تقوله لماذا ياسر ابراهيم خاري يعني انت بتعاقبه ولا بتسيب الباب مفتوح لانه عشان فيه سبعة من النادي الاقل ما ينفعش بقى تمانية وحسين على اقل 80% يروح المنتخب حسين الشحال لكن ياسر مئة بالمئة عشان يكون سريع لو كلمنا عن حسين و80% دي توديه برضه مع اسماء تانية مش هجيب سيرتها لكن كمان مش اي لعب يبقى دولي يا مستر فيتوريا وده مش لي هو بعد رد المسع اللي بيقول ان ياخد بسام في البطولات دي هو طبعا الناس بتتكلم صح لو كان اتحاد الكرة يمكنه احترام ما يسمى بالاجندة ففي الاجندات يجب له ماتشات ودية فيبدأ يلعب حراس بمدافعين جدد لكن انت تاخد لي لعيب دلوقتي عشان هو نجم الدوري وتقول لي روح معها كودفار لا احنا شفنا لعيبها هي ازا نيرفز تشوك اول مرة يسافر مع الانتخب في امم افريقيا وبالتالي اعتقد انه ده اوان انا قلت ده بس عشان الناس من حقها تعرف ليه حد قال لازم ياسر ولازم حسين ومين السبب المرة دي بقى لا اهلي ولا صحافة ولا جمهور من يدير المنتخب هو اللي فتح باب التبرير لكن الاوان الوقتي هو اوان المسندة اللاعبة اللي مراحتش قبل كده ما تزعلش تبزل جهدها فيما هو قادم لكن لازمه عشان يروح كاس العالم يروح صاحل احنا تسعة مباريات تجربية وعايز اقول برضو ان احنا الفترة اللي جاية كلها هتبقى ان شاء الله غالبا على المنتخب مصر حتى اللاعبة حتى في اجازة عموما برضو ايمن سريعا جدا سبع حكام من تمالية وستين اعتقد شيء جيد لمصر حكم ساحة كابتن امين عمر كابتن محمد معروف كابتن محمد عادل كابتن احمد حسان طه كابتن ابو رجال كابتن محمود عشور كابتن بنما بين فارو حكم مساعد وحكم ساحة اعتقد حتى زيادة عن الاخر نسخة اعتقد اخر نسخة كانوا خمسة سبعة يعني نتمنى ان اول مرة من عقد واكتر يبقى في سبع حكام فنتمنى توفيق لحكمنا يعني بغض نظر عن بعض الحكام فالحكام لان شاء الله نتمنى اليوم التوفيق ونتمنى ان منتخب مصر ياخد خطوات اكبر فمعلش ممكن النهائيات يعني تبقى مش معاهم لو منتخب مصر ساعد فدي امر بالنسبة للمنتخب انا بنتفق مع ابو عالي في حتة ان فيتوريا مدرب قدير ومدرب فنيا هايل مع برضو استاذ عصان في حتة ان البعض فتح واداريا فتح باب الجدر يعني هو اللي قال حسين اصله مصاب واصل مش عارف انا عايز اخد العاب اللي لسه شاهد رجله خليك تقول له محمد صبح ملعبش احنا تكلمنا هنا ان اداريا كان في بعض المشاكل لكن خلاص احنا دلوقتي في مرحلة ما قبل كاس الامم الامور مدرب من حقه كامل الحرية في اختيار قائمته لان هو اللي هيتحاسب في النهاية انا بالنوجة نظري كاس الامم حاليا اصبحت هي اهم من التأهل لكاس العالم لان التأهل لكاس العالم بقى حزبته سهلة جدا في الوضع الجديد وبالتالي حاليا مصر لازم تركز على فكرة التتويق بكاس الامم لان احنا صعدنا اتنين نهائي في اخر نسخ 2017 كنا في النهائي والنسخة الاخيرة دي كنا في النهائي فلازم عنا يبقى على اللقب ممكن سريعا برضو قبل ما نقفل فكرة محمد صلاح نهاردة صلاح بيدخل قائمة زهبية رجل 150 جول مع ليبر بول في بريمير ليج دي خمس لعيب ده هو رقم خمسة يعني فيه اربعة بس قبله عملوها مع فريق واحد نتكلف واين روني مع مانشستر ينايتد هنري مع أرسنال هاريكين مع توتنام وأجويرو مع مانشستر سيتي فدي قائمة عظيمة جدا أن محمد صلاح تواجد فيها مع منتخب مصر طبعا الحملة على محمد صلاح لازم يبقى صحيح لأن الراجل كل طلباته مجابة وراجل كابتن المنتخب ولكن برضو يعني للحق أرقام محمد صلاح مع المنتخب راجل هداف التاريخي لمصر في التصفيات هداف التاريخي لمصر في كاس العالم هو تاني هداف تاريخي لمنتخب مصر يسبقه كابتن حاليا كابتن حسام حسن تمانية وستين جون محمد صلاح لو هنستبعد الجونين بتوع مباراة اسواتيني بتاعة عشر صفر دي هيبقى ثلاثة وخمسين فوقريب من هو يبقى الهداف التاريخي لمصر فما نقدرش الناس يجعي برضو اللي بتتكلم ساعات ان محمد صلاح ما عملش المنتخب عاملش في دي لأنه زي ما قلت الهداف التاريخي من حقنا نقوله احنا محتاجين كشي لكاس التاريخي احنا لو علينا انا عمي معاه سبع مكتفي منت اللي بغتع فعشان كنا بقوله هو الحمل عليه ده طبيعي جدا الحمل عليه زيادة والضغط عليه زيادة لانه كابتن منتخب كل طلباته مجابة ولكن في نفس الوقت هو حقق الارقام وتواجد مع منتخب مصر في المحافل وتسب وكان جزء من تاهول مصر كاس العالم ولكن الحلم الابرز ليه ولينا كلنا ان منتخب مصر يرفع كاس امم وده اللي لعبوا بيه لعبة قبل كده وخلوه لم يقترب من جائزة الافضل في العالم كانت بينك وبينها ان انت تشيل الكاس ده وحاجة تانية بس دي مش بتاعتك كلنا ولا اهمنا انك كنت مش موافق عليها يعني في حاجة بس مهمة كابتن فيتوريا الناس كلها في دارك لكن على اتحاد الكرة ان يخبرك انت قلت كلام محترم لامدير فن يقعد بالكاس لكن كمان ما تقولش لا قعد كان لازم تقول لكني مع مصر زي ما صديقة جلبرتو قال مع مصر الى المربع الذهبي ولعب المباراة النهائية والباقي بقى يكون ما يكون فحد يقوله عشان هيعمل مؤتمر طبعا مع التجمع لانه الناس واثقة بالنسبة كبيرة فيه ولازم يقول ده لان احترمنا كلمته ومفيش حد بقول اجيب الكاس ان شاء الله ربنا يكرمنا واستطيع منتخب مصر ان يعود بكأس امم افريقية زي ما قلت لحضراتكم فترة قادمة سيكون معظم كلامنا عن منتخبنا الوطني شكرا جزيلا انا كابتن حشيش شكرا جزيلا انا ابو عالي على وقت معانا شكرا جزيلا شكرا جزيلا انا استاذ انا بحب الحلقة دي جدا جدا ولله لكن عموما انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله التقي مع حضراتكم وحلقة جديدة من البيت الكبير غدا شكرا جزيلا شكرا جزيلا